الزمالك استعيد جزءاً من عافيته بسلسية في سموحة محلياً قبل استقناف مشواره الأفريقي الزمالك قدر النهاردة في 45 ديئة أولى يحسن مواجهته أمام سموحة في الدوري بسلسية مع ضربة جزاء ضائعة لزيزو فوز كان محتاجه الزمالك جداً عشان يستعيد ثقة لعبيه والأهم ثقة الجماهير في الفريق فوز مهم يبني عليه الزمالك في اللي جاي قبل مواجهة المريخ السوداني أملاً في تعويض الهزيمة في المباراة الأولى أمام شبابه الأزداد لسه الأماني ممكن يا أهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة الزمالك في الدوري المصري الممتاز قدر يفوز على سموحة 3-1 مباراة انتهت في شوطها الأول في 10 دقائق قدر الزمالك يحسم المباراة هدف الاشكبالة في الدقيقة 35 وبعدها هدفين لزيزو في الدقيقة 39 و 42 يعني احنا بنتكلم تقريباً في 7 دقائق محمد الصباحي سجل اسموحة في الدقيقة 91 هدف يعني هدف كده يعني يخرج بيبن المباراة بشكل أفضل شوية الهزيمة بالثلاثية في 7 دقائق قدر يحسم الزمالك المباراة وكان قبلها كمان ضرب الجزاء ضقيعة لأحمد مصطفى زيزو كان متعلق النهاردة وسجل هدفين فوز كان محتاجه الزمالك جداً كان الزمالك في أمسل حاجة لهذا الفوز النهاردة سمعكنا عنده أخطاء مش طبيعية في الثلاثة أهداف يعني أخطاء سازجة جداً دفاعياً رغم إنه عمل مباراة هجمعية منذ الدقيقة الأولى جيدة جداً حتى في الشيء التاني حاول أكثر من مرة على مرمى محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك النهاردة في غياب محمد عود في كتير تعلقوا في هذه المباراة أحكلمكم على اللعابين اللي تقلقوا مع الزمالك في هذه المواجهة فريرة كمان انتشى بعد هذا الفوز كان الفوز مهم لفريرة شخصياً المدير الفني الراحل العائد في أيام قليلة جداً كان محتاج هذا الفوز كان خسر المباراة الماضية بعد العودة أمام الشباب والازداد على ملعبه وسط جماهيره فيه المباراة الأولى للزمالك في دول المجموعات بدوري أبطال أفريق يفوز هيفرق مع الزمالك جداً في المستقبل القريب عنده مواجهة مهمة أمام المريخ السوداني يوم الجمعة القادمة مواجهة تكون في ليبيا الملعب اللي اختاره المريخ السوداني لإقامة مبارااته مواجهة مهمة جداً للزمالك جداً ما عندهش بديل غير السلاس نقاط بقول كده عشان حتى لو تعاد الأوخصة ده مش معناها أنه هو خرج من السباق في دول المجموعات بس عشان المهمة صعبة في الائتين في منطقة القوة معاه في المجموعة تحديداً التراجي وشباب والازداد في منطقة القوة المريخ أيضاً على فكرة فريق مش هاين يعني فريق مش هاين يصارع فيه الدوري السوداني وينافس بشكل قوي جداً في الدوري السوداني وبالتالي مباراة اليوم للزمالك كانت مهمة جداً جداً الفوز فيها عشان الفريق يفوق بسبب النتاج السلبية في الدوري أو النتاج السلبية أفريقياً مع مشاكل لعبينه وجهاز فني وخلافه أمور كثيرة جداً الأمور كانت متلغبطة والجو متوتر جداً فالتوتر ده يحله أو يحل جزء كبير منه فوز زي الفوز النهاردة عجبني جداً النهاردة عجبني جداً وأخد أفضل لعب في هذه المواجهة بالمناسبة سيف جعفر سيف عمل مباراة رائع جداً وسيف لاعب من زمان من هو في قطاع النشئين في نادي الزمالك لاعب مبشر جداً بس اللي أنا قلته قبل كده وده رأيي فريرة بالمناسبة سيف محتاج يطور كثير 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 من أموره الدفاعية هو لاعب في النواحي الهجومية رائع جداً هو اللاعب رقم عشرة اللي من زمان يعني مثلاً سيف جعفر ده لو موجود في التسعينات مثلاً في قوائل الألفنات تمام كان هيبقى من أحسن اللاعبة اللي موجودة في مصر ويكسر الدنيا بس دلوقتي الكرة تغيرت بمعنى أنه اللاعب رقم عشرة مجرد صنع ألعاب اللي بيلعب كرة حلوة يبصي كرة حلوة يشوت شوتة حلوة ده كان أيام حازم إمام وديد صلاح الدين دلوقتي لا صنع الألعاب مطلوب منه أدوار دفاعية مطلوب منه يلعب رقم تمانية أكتر منه رقم عشرة تمانية ده اللي هو زي عمر السلية وإمام عشور كده اللاعب اللي بيهاجم وبيدافع لعب الوسط اللي بيهاجم وبيدافع مش لعب رقم عشرة بيهاجم بس لا ما بقى إش ده موجود خلاص خاصة في طريقة لعب جزرالد وفغيرة الراجل اللي بيعتمد على ثلاثة في نص المرعب بيبقى عايز ثمانيتين فهو يبقى واحد منهم يلعب الدور بتاع إمام عشور هجوميا ممكن يبقى أفضل من إمام عشور دفاعيا محتاج كتير تطوير عشان يوصل لأمور دفاعية كان بيطبقها إمام عشور في تشكيلة الفريق فهو لعب مباشر جدا واتمنى أن فريلا يشتغل معاه كتير قوي وأكيد فريلا بيشتغل معاه كتير جدا عشان في الآخر احنا نستفيد منه ككورة مصرية مش مجرد نادي الزمالك وبالتأكيد الزمالك محتاج لعب بموهبة سيف جعفر أفضل لعب في هذه المواجهة باختيار ربطة الأندية المصرية بعد نهاية المباراة النهار ده في نقطة مهمة مهمة جدا وبرضو قلتها وقت ما الزمالك كان خسران مش هو كسبان وبقولي الكلام ده لجماهير نادي الزمالك مسؤولي نادي الزمالك الجهاز الفني لنادي الزمالك لاعبي نادي الزمالك ليه بتخلصوا الموسم بدري الموسم لسه بدري عليه أوي لسه الدوري بدري عليه أوي لسه دوري أبطال أفريقيا بدري عليه أوي لسه في كاس لسه في كاس سوبر لسه في بطولات كثيرة لنادي الزمالك محتاج يركز فيها انت مش محتاج تنمي المنديل دلوقتي وكان بعد مباراة في الدوري كابتن أسامة نبيه خرج وقال احنا ممكن نركز في أفريقيا ونسيب الدوري لو احنا مش هنعرف نقيد لأ الزمالك ما يسيبش أي بطولة قدر الزمالك وقدر الأهلي ان جماهرهم محتاجة منهم كل البطولات الممكنة احنا من زي أوروبا في أوروبا مثلا يقولوا إيه ليفربول خلاص ليفربول اللي كسب النهاردة مباراة الديربي أمام أفريتون 2-0 ونجمنا المصري جاب هدف محمد صلاح ليفربول يقولك لأ خلاص أنا مش أخد الدوري بدري بدري كده يقولك إيه الدوري مش بتاعي أنا هركز مثلا في دوري أبطال أوروبا بدري بدري أنا ما عندش إمكانيات كلعبين أو جاهزية أو اتخليها نفس كذا بطولة فأنا هركز في دوري أوروبا مثلا ده بيحصل في أوروبا طول الوقت يجي لما دي يقولك الدوري باعد عني فأنا هركز في دوري أبطال أوروبا يجي مش اللي عندها الكبيرة في أوروبا ده نسبيا مقبول عندهم فمصر هنا لا مش مقبول في الأهلي والزمالك مش مقبول فاشتغل وتعب واكتهد عجبني النهارده في تصريحات يزول فريرة إنه قال هما دول اللعيبة اللي عندنا هما دول الكواليتي اللي عندنا هما دول اللي قدروا يكسبوا شككتوا فيهم الفترات الماضية بس هما يقدروا ويعملوا أداء رائع جدا هما دول اللي كسبوا الدوري السنة اللي فاتت والكاس حيلو السكة ترجع لك تاني أنا ما ففهمش يعني مثلا في انجلترا مثلا تلاقي السيتي قعد 3-4 ماتشاط مش كويس الدنيا ما بتنهارش في السيتي ما بتنهارش مانشستر يونايتد بادئ الموسم بشكل كارثي خسائر وتعدلات ونتائج كارثية دلوقتي تالت الدولة الإنجليزية وما زال في المنافسة على راقب الدولة الإنجليزية مانشستر يونايتد ما تلميش المنديل ما قول جنبك هيقع وانت هتقع وهتحاول وهتكتهد وهتكسب أنا مش بقول كده للزمالك عشان الزمالك لا أنا بقول كده لأي فريق انت عندك عندك اللي يسمح لك انك تنافس على كل البطولة عندك لأي ما ممبيزة عندك جهاز فني بمدرب ما زلت عند رأي هو مدرب قادير جدا هو واحد من احسن مدربين الاجانب اللي جنب في القرى المصري سواء اتفقنا أو اختلفنا على طريقته في بعض المباريات الأخيرة بس يبقى مدرب كبير له بصماته الكبيرة فإيه اللي يمنع ليه الإحباط بسرعة أبتكلم هنا على مستوى الجماهير لا تحبط هقولك حاجة هي في عوايدنا كمصريين على فكرة في شخصياتنا يعني ملاش علاقة حتى بالكورة احنا طول الوقت طول الوقت خايفين من بكرة مرعوبين من بكرة دي حياتنا بشكل عام وانت أصلا يعني مش انت اللي اخترت امبارح ولا اخترت النهاردة عشان تخاف من بكرة امبارح ربنا سهلهلك النهاردة ربنا سهلهلك بكرة ربنا يسهلهلك بس ده بشروط ايه الشروط البسيطة السهلة انك تشتغل وتتعب وتكتهد ده ينطبق على نادي الزمالك بكل تأكيد اشتغل وتعب واكتهد وسيم الباقي بقى ده توفيق وحظ وكرم من عند ربنا اكيد هتوقت تقول لا اصل الوضع الحالي ده لا يبشر بخير الوضع الحالي ده بيقول ان احنا هنخسر دوري وافريقيا وهناخد مركز سابع وهيحصل فينا وهيحصل فينا تمهو انا فكرك الموسم اللي فات بداية الموسم وكان بيبقى معايا ضيوف من الاسماء العظيمة اللي لعبت في نادي الزمالك او حتى جميعين نادي الزمالك كان بتقولي الكلام ده في بداية الموسم اللي فات يقولك الزمالك يعني بالكتير نعرف بس نوصل دوري ابطال افراك ناخد مركز تاني انا هتدوري متصدر واخد الكاس لا تحبط فقط اشتغل العمل الاجتهاد التركيز ما تقس على اللي بيحصل دلوقتي قول بكرة يبقى احسن يعني بيحصل دلوقتي اه مش حلو اللغبطة اللي بتحصل جوه والفريق مش حلوة تفاصيل كثيرة يعني بس يبدو انه الامور تتحسن تتحسن نمسكوا بقى في التحسن ده ويكمل على خير لو الاهلي في نفس الوضع هقول نفس الكلمتين وانا قلت الكلمتين دول عن الاهلي الموسم اللي فات لا تحبط لا تحبط بتتكلم في اسماء كبيرة بتتكلم على الزمالك وتتكلم على الاهلي بتتكلم على الاهلي والزمالك ليه تحبط عندك كل الامكانيات وعندك جمهرية عظيمة وعندك لعبين رائعين وعندك اجازة فنية ممتازة لماذا الاحباط هي زي ما بقولك العادات احنا طول الوقت بنترعب من بكرة بنترعب وبكرة الكلام المعروف يعني عند كل الناس بشي محتاجة انا اقول لك ان بكرة في علم الغيب الله أعلم يا كده يا كده الفرق بس انك تشتغل وتتحب نهاردة فريرة بعد المباراة في المؤتمر الصحفي قال ان أرضية الملعب كانت صعبة وده اللي خلى الفريق يعاني في بعض الامور وقال ان احنا سجلنا ثلاثة اهداف وكان من الممكن ان يصبحوا اربعة طبعا بيتكلم على ضربة الجزاء قال ان الشوت التاني كان اصعب بالنسبة للزمالك وقال ان كان في الفترة الماضية حالة من فجدان الثقة بسبب النتائج الاخيرة تحدث عن المباراة القادمة في دوري ابطال افريقيا بعد ثلاثة ايام وقال ان احنا لعبنا المباراة قبل المباراة دي بثلاثة ايام بيتحدث يعني على ضغط المباراة وقال انه دلوقتي كل الناس عارفوا ان الفريق لسه مخصرش جودته ولسه قادر على احراز الاهداف قال كمان ان اللعب بصورة جيدة في الوضع الحالي ده يقدر يبني عليه الفريق في الفترة اللي جاية وقال اتمنى ان الاداء ده يمنح اللاعبين الثقة عشان يلعبوا بنفس المستوى مستوى الشوت الاول في المباراة اللي جاية وقال ان احنا بنلعب مباراة كتيرة في وقت دي وبالتالي ده محتاج مني ان انا امنح الفرصة لجميع اللاعبين عشان اعمل توازن في الفريق وقال انه في لعيبة بتلعب كتير وبتتدرب اقل وفيه اللي بيتدرب كتير وبيلعب اقل فهو بيحاول يعمل التوازن في التدريبات كمان وان احنا نعمل او على لسانه يعني ان احنا نعمل تدوير فيه كل اللاعبين في كل المباراة عشان يحافظ على المستوى والجودة في الفريق ده بالنسبة للتصريحات فريرة اما احمد سامين موديل فني لفريق سموحة ففي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال لما بتيه تلعب قدام احد الفرق الكبرى زي الزمالك لازم تكون اخطائك قليلة واحنا ارتكمنا ثلاث اخطاء كبيرة في عشر دقايق بشكل غير مبارش وقال لو بدأنا المباراة او تحدثنا عن المباراة منذ بدايتها او منذ بداية صافرة الحكم فاحنا كان لنا ركلة جزاء بشكل رسمي ولو كنا سجلناها كان هيتغير شكل المواجهة وقال ان ركلة الجزاء اللي اتحسبت لنادي الزمالك اثرت على تركيز الفريق بشكل سلبي قال خسرنا بسلسية لكن انا لا نستحق ذلك ومن حق الزمالك ان يسجل ولكن ايضا انا كنت عايز من المباراة حقي وحقي فقط قال في ختام حديثه في المؤتمر الصحفي مفيش حاجة اقولها غير انه مفيش مقياس واحد في الدوري المصري وسكت وبس بالمناسبة بعد المباراة كابتن اسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك احتوى زعل ابراهيم منضاي وسامسون كينيولا لعباي الفريق الاجانب عشان هما الاتنين كانوا عايزين يشاركوا في المباراة وشافوا ان المباراة تسمح ليهم ان هما يشاركوا ويخشوا في الاجواء خاصة للفريق حاسم المباراة في الشوت الاول كابتن اسماعيل يوسف قال لهم ان المباراة اللي جاي كتير جدا واكيد هياخدوا فرصة وهيلعبوا وهيشاركوا مع الفريق هداهم يعني طبيعي زي ما قلتلكم دائما يعني لعب مصر لعب اجنابي لعب محترف خلافه اي حد ما بيشاركش جيبها زعلان يعني جيبها زعلان هلا منين رح نأجر ملعب كماسي رح نأجر ملعب كماسي وانت صحابك قعدوك برا هتروح من دائما ما بالك انت لعب كرة محترف يعني ده بالنسبة ليه سامسون وابراهيم نضاي في شأن اخر بعيدا عن هذه المباراة نادي الزمالك طلب من احمد بالحاج لعبه المغربي المنضم حديثا من اسوان وطلب من وكيل اعماله نهم ما يتقدموش بشكوى الى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اتحاد القرى المصري وطلعوا منهم ان احنا يزبروا شوية لحد ما نشوف الصورة او الموقف النهائي من شكوى نادي الزمالك اللي ارسلها لاتحاد الكرة وبدوره اتحاد الكرة ارسلها لاتحاد الدولي بشأنه قيد السلاسة لعبين محل النزاع محل المشكلة بين الزمالك والتحاد القرى وقالوا لهم قالوا اللحمة بالحاجة يعني الزمالك قال لحمة بالحاجة ووكيله لو النتيجة ما جاتش لصالح نادي الزمالك من حقهم انهم ما يتقدموا بشكوى ضد اتحاد الكرة الى الفيفا وده اللي هيحصل المحامي بتاع بالحاجة بالمناسبة بينصق مع المحامي الايطالي كفالي عشان يقدموا الشكوى في حال لم تصمر بقى صعب مش عايز اتكلم فيه اصلا عشان هو خلاف ده متقيل يعني الخلاف الاداري ده انا مش بركز فيه الله عزا مالك يحلها مع تحاد الكرة اتحاد الكرة يحلها مع زا مالك ما يحلوهاش مش هي دي بتبقى حكايتي اه بتبقى حكايتي دايما اللعب عندي دايما عندي نظرة انسانية يعني يعني احما بالحاج وناصر منسي وشبانة لعيبا لدخلين بقى حين يلعبوا كرة وكان قريدي بيلعبوا في فرقهم وراي حلعب كمان باخد يعني بيحصل لي افجريت وهلعب مع نادي الزمالك الكبير العظيم ده وفاجأة لها نفسي قاعد في البيت فهي الحتة النفسية دي بقى اللي تفرق معايا مش بقول بقى مين اللي غلطان ما ممكن يكون الزمالك هو اللي مقصر في هذا الامر فهو الزمالك اللي خلاوهم يعودوا في البيت اتحاد الكرة هو اللي مقصر في هذا الامر في اتحاد الكرة هو السبب ان هما قاعدين في البيت ما ليش دعوة دلوقت اللي حين ان يحسم لاتحاد الدولي لكرة القدم مين لهم حق مش عايز اتكلم فيها عشان دلوقتي في فهو اللي يحكم في هذا الامر بس اقلم دقيقني ان هما بس قاعدين في البيت هيدي الحكاية وعتقد الاتحاد الدولي نفسه بيبقى مدائم من هذا الامر انه في لاعب قاعد في البيت لعب يلعب كورة أو قاعد في البيت مش عارف يلعب كورة طيب جزئة أخرى وما زلنا مع نادي الزمالك الزمالك حدد موعد السفر إلى ليبيا في أسامنة صباح الأربعاء لمواجهة فريق المريخ السوداني الفريق هيقدي مرانو الأول في ليبيا وبعد كده هيتدرب الخميس على الملعب الرئيسي قبل موعد مباراته أمام المريخ المباراة هتكون يوم الجمعة إن شاء الله في الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالتأكيد نتمنى التوفيق لنادي الزمالك فاكرين مستحقات كارلوس كيروش لدى اتحاد الكورة المصري دي كانت تتحلت تتحلت من كم أسبوع كده تتحلت خاصه وكيروش خد فلوس بس كان فيه لسه مشكلة تانية مستخبية كده مننا فينا إن الجهاز المعاون ليه كارلوس كيروش ما كانتش خد مستحقاته المتأخرة كانش حد هبقى حاس بيهم دول خالص همنتكلم تحديدا على الكابتن ديواء السيد والكابتن محمد شوقي المدرب العام والمدرب المساعد فيه الجهاز الأسبق ليه أو السابق ليه منتخب مصر الأول بكريات كارلوس كيروش مستحقات متأخرة والكابتن ديواء السيد كان كتب على تويتر إنه عايز مستحقاته كان فيه زعال كبير جدا الاتنين خدوا مستحقاتهم خلاص اتحاد الكرة صرف مستحقات كابتن ديواء السيد ومحمد شوقي المتأخرة المستحقات المتأخرة كانت ربمائة ألف جنيه لكل واحد فيهم والموضوع ده اتقفل خلاص والاتنين المدربين الكبار كابتن ديواء السيد وكابتن محمد شوقي أخيرا خدوا مستحقاتهم من اتحاد الكرة المصري طيب على ذكر مبارات الزمالك والمريخ السوداني هيكون معانا حالا عبر سكايب من ليبيا هيرون ريكاردو الموديل الفني للمريخ السوداني يا فندم صباح الخير مشرفنا ومنورنا عبر التلفزيون المصري برنامج رقم 10 مواجهة كبيرة ومنتظرة حتجمعك مع نادي الزمالك يوم الجمعة القادمة ان شاء الله في ليبيا كيف تنظر لهذه المواجهة الصعبة خاصة ان المريخ خسر في مباراته الاولى امام الترجي ونفس الامر بالنسبة النادي الزمالك اللي خسر مباراته الاولى امام شباب بولزداد اولا للاسعيد عليكم وكلكو على كل المشاجعين وعليكم اهلا بكو انا مبسول جدا ان انا موجود هنا تاني مرة في انترفيو معاك واقف في القناة طبعا المطش الجاي المطش الجاي ده هيكون مطش مهم جدا لنا بالنسبة للمريخ وبالنسبة للزمالك طبعا لان احنا الفرقتين جايين من من خسرتين من خسرتين برا اردنا وطبعا احنا خارجين من خسارة من في المغرب وطبعا احنا ده مطش هيكون على اردنا هيكون في بنغازي على اردنا فطبعا احنا دخلين علشان نلعب كويس جدا بكل الاحترام لنادي الزمالك وبكل الاحترام للقوة بتاعتهم وطبعا محترمين ان هما كاسبوا النهاردة قدام سموها بس طبعا ما فيش اي فرصة بالنسبة لنا ان احنا نعمل اي حاجة في المطش الجاي غير ان احنا نكسب علشان ان شاء الله نتأهل في اول المجموعة من الحاجات المهمة جدا ان المريخ حاليا يلعب في ليبيا لا يلعب على ملعبه هل هذا يؤثر على الفريق سلبيا ولا شايف ان الامور مش هيبق فيها فارق ما بين اللعب في ليبيا او اللعب في السودان اظن ان فرقتنا فرقة قوية فرقة بنشتغل بنشتغل كويس جدا احنا بنتمرن ايام قليلة او بس احنا من ساعت ما جينا احنا بنتمرن بس طبعا المطش اللي احنا لعبناه قدام الفرقة المغربية كانت فرقة قوية جدا والحمد الله احنا ورناهم ان احنا فرقة قوية وورناهم شخصية الفرقة بتاعتنا زهرت في المطش ده واظن ان في المطش الجاي المريخ ان شاء الله هيظهر هيظهر شكل قوي جدا هجومي ودفاعي وطبعا هجوميا هنكون اقوية وان شاء الله الجانب الدفاعي بتاعنا هيكون قوي وليه شخصية قوية في المطش حضرتك تتحدث عن مواجهة الترجي الماضية اللي خسر فيها المريخ بصعوبة امام الترجي وهناك شكوى من نادي المريخ لاحتساب نتيجة هذه المباراة للمريخ بسبب قيام الترجي باربع تغييرات في اربع مناسبات هل هذا يشغل تفكيرك وبالك هل يشغل تفكير اللاعبين ولا هزي الامور مش حطنا في حسابتكم طيب هنعود الاتصال مرة اخرى لان الصوت مش واصل مع هيرون ريكاردو المدير الفن البرازيلي لنادي المريخ السوداني بالمناسبة المريخ ما زال يصر على احتساب نتيجته مع الترجي التونسي لصالحه وهدت بالتصعيد لاكثر من جهة في حال لم ينصفه الكاف نادي الترجي التونسي كان اجرى اربع تغييرات في اربع مناسبات تعرفين انه التغييرات تتم في ثلاث مناسبات فقط حتى لو خمس تغييرات في ثلاث مناسبات فقط مش اربعة في بعض الاراء بتقول ان دي خطأ الحكم الرابع مش خطأ من الترجي خطأ اداري من الحكم الرابع وهوى اللي يحاسم مش نادي الترجي ولكن نادي المريخ يتمسك بإلغاء نتيجة المبرأة واحتسابها لصالحه رغم فوز الترجي في هذه المواجهة بنتيجة هدف دون رد مواجهة المريخ مش مواجهة سهلة خالص لنادي الزمار لكن اعايز اقول لكم حاجة ان المريخ والهلال المريخ السوداني والهلال السوداني فرقتين في منتهى القوة في هذه اللحظة مش هما بتوعي السنة اللي فاتت كمان تدعمات كثيرة اسماء مهمة جهزة فنية محترمة فالهلال بالنسبة للأهل فريق صعب جدا المريخ بالنسبة النادي الزمالك فريق صعب جدا جدا المريخ قدام الترجي عمل مباراة رائع جدا الهلال السوداني مع صان دونز عمل مباراة قوي جدا وبالصدفة او بالمناسبة يعني شفت المباراتين سواء مبارات المريخ مع الترجي او الهلال مع صان دونز فرقتين تقال مش بقول ان هما بالضرورة اقوى من الاهل او الزمالك ولكن فرقتين يدايقوا اللي يلعبوا مهما كان المنافس يدايقوهم يعني ممكن يخطفوا منهم لقاط المباراة سواء فوز او تعادل فمحتاجين من الزمالك يوم الجمعة تركيز كبير جدا امام المريخ جدا وما يتعملوش مع المباراة انه مع المنافس اللي نظريا الاقل في هذه المجموعة لما بنتكلم على ترجي زمالك شابلو زداد المريخ فممكن يكون هما الاقل قوة نظريا بس على الملعب لا مش هينين خالص مش سهلين خالص انه مش حاجة تقلقنا بس حاجة تخلينا ناخد حذرنا نشتغل كويس ده بالنسبة لنادي الزمالك نفس الامر بالنسبة للنادي الاهلي في مواجهة الهلال خريق صعب جدا المتصدر الدوري السوداني عمل مباراة عظيمة مع ساندون ساندون ساجل هدف بس الهلال عمل مباراة حلوة فيها كورة كويسة ان شاء الله التوفيق يوم الجمعة وستبدو المهمين جدا سواء للزمالك اولا او للاهلي في انطلقته في دور المجموعات امام الاهلال ان شاء الله الامور تبقى كويسة طيب عبال ماركاردو ارجعنا ناخد الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشة خبرنا التحكيم عشان كان فيه بعض الحالات المسيرة للجدل تحكيميا في مباراة اليوم الزمالك واسموحة كابتن جهاد مشرف ومنور كالعادة كريم صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدين الكريم صباح الخير يا كابتن جهاد دايما مشرف ودايما منور هبدأ معاك مباشرة من الحالة الاولى اللي اصارت الجدل جدا هي الحالة الاولى في المباراة حالة ضربة الجزاء اللي طالب بيها نادي سموحة هل هي كان ضربة جزاء صحيحة ام مش صحيحة بص الدينة الاولى يعني لعبة سهلة الحكم الفارس سادع حكم المباراة عشان يشوفها الكرة خوطت في رجل لعب زمالك اه لكن ما لعبش الكرة وبالتالي هو الرجل راح برجله فوت انفوت داس على قدم لعب سموحة وبالتالي راكل الجزاء سهلة واضحة وحكم الفارجة بحال ابراهيم بصورة واضحة كان لازم احتسب راكل الجزاء لسموحة وانظار للعب نادي الزمالك لان ذا تعور واضح وبالتالي خرج ابراهيم شاف الصورة ورجع بقرار خطأ بعدم احتسب راكل الجزاء صحيحة لسموحة كابتن جهاد تفتكر الكابتن ابراهيم شاف ايه خلاه محسيبهاش ضرب الجزاء يعني تخيولك بدماغ الحكم كده يعني عمل حركة اضافية بتدوس على القدم بالمنظر ده هنروح برضو راكل جزاء لكن هو راجل ما لعبش الكرة الكرة ممكن تكون لمسة رجله لكن ما لعبش الكرة وبالتالي راكل الجزاء صحيحة مش عارف ما بيش مبرر اقدر لعيه ابراهيم انه هو ما حتسبش راكل جزاء طيب الكرة الثانية هي كرة ضربة الجزاء اللي احتسبت لنادي الزمالك وكان ايضا فيها بعض الكلام والاحاديث وكفتنا احمد سامي حتى تحدث عنها حاني كلام في اللابة اللي قدام دلوقتي انظار للعب سموحة اليد اللي ممتدة في واجه لعب نزة مالك طبعا اللعب الزمالك بيطلبوا بكارتة احمر على السنة في كوع لكن الصورة قدامنا واضحة ان فيه ايد الزراعة الممتدة في واجه للعب نزة مالك ده يعاقب انظار يد في واجه وبالتالي ده انظار للتهور اللي في اللعب سموحة وقرار صحيح من ابراهيم واللعبة لا تركه اكتر من الكارتة الصفية طيب الكرة دي خد فيها انظار وشايفها كرار صحيح من الكابتن ابراهيم نوردين تمام طيب الكرة اللي جاية هي كرة ضربة الجزاء ايه كرة معنا يا كابتن جايد طيب اللعبة دي يعني كلنا فوجينا بصفارة طلعت براكل الجزاء كانت فيه طبعا فيه هجمة وفرصة كبيرة للزمالك الحراز هدف فوجينا بصفارة براكل جزاء احنا بندور الحاكم طبعا اشار بالنواة الركل جزاء للمسة يد عادنا ندور معاه في كل اللغطات طبعا حاكم الفرص تدعاه حاكم الفرص تدعاه عشان نشوف لمسة اليد احنا وصلنا فيه صورة موجودة يا براهيم كريم ان اللي فيه لمسة دي موجودة اليد المرتفعة بديدية اللي موجودة دي القرة لمسة دي قبل نمتروحه للراس اللماغه وبالتالي فيه صبورت نعمل صبورت الحاكم اللبا لما رح شافها في المنظر ده لمسة خفية جدا حصلت بالإيد لو جانا خطوة أيوة فيه لمسة خفية حصلت بالإيد طبعا احنا بندور على ازا يقولوا كده ابراف كوم أش بتدورها هاكي جزاء بتدور عليها فبالتالي احنا هنمشي مع شغل الفيفا انت لو لقيت حاجة تمشي مع الحاكم فيها وصبورت الحاكم فيها هنمشي معه نفس الشغل الفيفا اللي بيحصل لها ولاية حاكم مبرر للحاكم تحاكم فار ان المتروب مثل ستدعيش الحاكم وتمشي مع قراره لان ما فيش خطأ واضح وبالتالي تمشي معه في قراره راكل جزاء ودي همشي مع ابراهيم فيها انها راكل جزاء لصالح الزمالك ولكنها في الاخر برضو عاد أقولك انها راكل جزاء ضعيفة جدا لكن همشي معه في القرار بتاعه يعني ايه راكلة جزاء كابتن جهاد يعني ايه راكلة جزاء ضعيفة جدا يعني انا اقولك اللعبة دي لو انت عادت دور عليها يا كريم احنا عندنا انت دور عليها فترة كبيرة يعني خمس دقايق ان ندور يمين ندور الشمال عشان توصل لللقطة اللي هي حسب حسب اللا راكل جزاء لمس تلياد دي موجودة بس موجودة بصورة صعبة قوي حتى حكاها المباراة لو حسب الملع وحسب احساسه ومش باللمسة دي لكن هربطها بهدف سموحة كريم يعني القوة دي كان لازم عليه حتى لو فيها لمسة يد ولمسة يد واضحة بالنسبة له وفزاوة وممتازة يعني انا ومتأكد ان ابراهيم لو متأكد انها لمسة يد موجودة فهو شايفة بصورة كويسة ممش مشكلة لكن كان لازم تستنى تلاتة اربع ثواني ده مش اتاحة فرصة دي اسمها دي ليت اخر صفارة ثوان اربع ثواني القوة تلات من زيزو على الجول لو داخلت جول هامشي بقى في الجول ممكن ارجع بعد كرة باك للجزاء لو انت متأكد من اللامس دي لدي اللي موجود نفس اللي لها بحصرت محسن حسن ثواني يا كابتن جهاد كابتن جهاد لو سمحت اللحظة واحدة هو الاول لو الكرة دي ما كانتش ضربة جزاء يعني راح للفار ولقاها مش ضربة جزاء فهنا كان هيب على الكابتن ابراهيم مشكلة كبيرة كان مشكلة كبيرة طبعا انه ما سابش الفرصة تكمل او عمل الدلي ان يزيدوا يسجل الهدف يبقى انت ضربة الزمالك ها هتصبصة هتلاقي لو وجدنا معك هدف سموحة هدف سموحة هتلاقي اللعبة نفس اللي انا بحصت اللعبة بالقرى في الجول قابل بس ما اروح لهدف سموحة انا عايز امشي معاك واحدة واحدة لا يا جماعة قابل هدف سموحة خلونا في ضربة الجزاء عشان عايزة لكابتن جهاد على حي طيب كابتن جهاد انت قلتني ضربة جزاء ضعيفة ضربة جزاء ضعيفة لو حضرتك حكم المباراة وممكن ما تسفرش في اللقطة الاولانية هتفهم ده لو رحت للفار كنت هتحسبها ولا لا انا بالوقت بتكلم على رؤية حكم في الملعب يا كريم ان هو الرجل الشاف ان فيه لم تتياج انا فيه لقطة معايا فيه لقطة دي ارجع باللقطة دي لمسة باليد اللي الكافل هو اللاصمر ده لمسة خفيفة موجودة اه فانا كده كده همجل احتسب القرار فهمشي معاه اه لكن انا بتكلم هو احتسب ان فيه لمسة يد في الملعب لما راح شافها جاب اللمسة دي وخاتك مبرر لي ان احتسب بها ركل جزاء همشي معاه انا صبرت لي يعني انك حكم فار ولو انا موجود في الفار والحاجة ما احتسب ده اللعمة دي وشفت المنظر ده انا 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 متفهم يا كابتن جهاد اللي حلوك قلته ده بالزبط انا بتكلم بقى كابتن جهاد هو اللي في الملعب خلاص انت بتصبرت ابراهيم نور الدين وانه هو خد قرار سليم انه ممكن يبقى ضربة جزاء انت بقى وهي زي ما انت بتقول كده ضربة جزاء بحسب وجهة نظرك ضربة جزاء ضعيفة كنت هتحسبها ولا لا لا انا انا شخصان في الملعب بالمنظر ده استحال احسبها طبع ما قلتش هتحسبها لا استحال احسبها طبعا استحال احسبها لا 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 ممكن لان انا اكتر ما ادورش على خطأ يعني ادور احنا ادورنا عني كتير جدا عشان انا لقيه لكن انا بقول لك انا انا صبرت لابراهيم لانه في الفيفة هيعمل كده لو اللعبة دي في الفيفة كريم والإيد المنظر ده واللمسة دي ان لو حاكم فارما وجود على الالفار اذا صبرت الحاكم مش هيجيبه يتفرج عليه تمام نشوف بقى الجول بتاع السموحة اللي حداك عايز تتكلم عنك هنربط بقى باللعبة دي اللعبة الجزاء دي انت لو عملت الدلي تلات ثواني أو اربع ثواني عشان زيزو يكمل اللعبة حصلت في لعبة جيجون سموح وستمحة اللعبة الكورة فينا ركل جزاء موجودة على حرس المرمى انت قطعت الدنيا استمرتها ده ده صاحبة ان اللعبة تستمر في اللعبة كورة لعبة تهي في حصل مع حرس المرمى دخل معا كده دي دي ركل الجزاء موجودة لكن في الهاتف احنا الصفارة اتأخرت يعني لو عندي قرار براكل الجزاء لازم اأخر الصفارة ثواني استمر الكورة تشوف الكورة نتيجتها ايه داخلت جون بمشي مع الجون لو اتأخرتش جون برجع الصفارة براكل الجزاء اول ده كان لازم يستر في اللعبة زيزو لو انت تحسب ركل الجزاء كان لازم تمام نفس المنظر ده اللي عملته مع اسموحة كل تماما مع الزمالك هو ده الاصح بالقرار اللي هتحسب ركل الجزاء لهذه السماء صحيح عايز اقولك يا كريم النهاردة هم نتألهم انتال امانة احنا واحد في المنظومة التحكمية وبغير التحكم زي اي حكم مثل او ارتدى الرداء التحكم في مصر النهاردة احنا منتكلم 15 يوم اللي فاتوا مشينا 3-4 خطوات ايجابية قدام بحكام صغيرين ظهروا وظهروا في صورة ايجابية جدا وكلنا كنا مشجعين التجربة ان في ناس ظهروا في صورة صورة كويس ومشيين خدنا خطوات ايجابية عشر خمس شرهم اللي فاتوا النهاردة رجعنا عشر خطوات طوارة تاني ونبدأ النهاردة الناس كلها تتكلم عن التحكم والناس كلها نهاردة مستعمل التحكم على فكرة كل الالوان يعني حتى مشجعين زي امريكي النهاردة برضو مش مفصوم التحكم حم نتكلم النهاردة فيه الناس كلها تتكلم ان التحكم النهاردة غير مرضي تماما فرجعنا النقطة مش مطل الصفر بقى احنا رجعناها بعد الصفر بشوية بكلام النهاردة اداة تحكم غير مرضي تماما لابراهيم نوردين ورفاقه النهاردة خبرنا التحكم الكبير كابتن جايد جريش انا بشكر حقا شكرا جزيلا على هذه المداخلة طيب رجع لنا مرة تاني من ليبيا المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو المدير فني للمريخ السوداني يا فندم شرفنا ومنورنا مرة اخرى انا كنت سألتك قبل انقطاع الخط عن هل تركيزك الان انت ويا لعبيك مع طلب ادارة نادي المريخ السوداني احتساب مباراة الترجع التونسي لصالح المريخ بسبب مخالفة ادارية في التحكيم في التغيرات الاربعة ولا انت مش مركز مع هذا الامر اظن ان المطش ده كنا مفروض ان احنا نبقى هجوميين زيادة شوية لان احنا كنا محتاجين المكسب فكان كانت محطة مختلفة شوية وكان مفروض ان احنا منسيبش المطش او نخسر المطش فهدلوقتي احنا مركزين في مطش الزمالك ومركزين ان احنا نوصل للتلات نقاط علشان ان شاء الله نتأهل للمرحلة اللي بعدها فهدلوقتي ان شاء الله احنا مركزين اكتر ان احنا هنهاجم زيادة والدفاع يكون متوازن جدا علشان نبقى جاهزين ان شاء الله للمطش اللي بعده هل في غيابات مؤسرة او اصابات او ايقافات في فريق المريخ قبل مواجهة الزمالك ولا الفريق مكتمل طيب خليني اقول ان احنا احنا محترمين جدا فرقة الزمالك محترمين جدا الطريق اللي هم بيلعبوا بيها بس طبعا لازم هم يحترمونا كويس جدا لان احنا هنبقى بشكل مختلف تماما عن الشكل اللي احنا كلنا بنلعب بيه المطش اللي فات طيب انا انا مش هارف فهم سؤالي ولا لا انا بس ارى هل في غيابات مؤسرة عن الفريق من لعبين يعني هل في لعبين هيغيبوا عن المريخ في هذه المواجهة مواجهة نادي الزمالك لا ان شاء الله فرقتنا هكون كاملة المطش الجاي وكل اللاعبها ان شاء الله جاهزين ومستنين ان كل الفرقة وكل اللاعبها يدخلوا المطش بنفس الفورمة والفورمة افضل فورمة ممكن يشتغلوا بيها او ممكن يلعابوا بيها على الملعب بالتأكيد تعرف كثير من اللاعب نادي الزمالك اثناء فترة عملك في الكرة المصرية تحديدا مع النادي الاسماعيلي مين عبرز اللاعبين اللي انت تنتظر او بتركز جدا على مراقبتهم في مباراة المريخ القادمة من نادي الزمالك طبعا انا في الوقت اللي انا كنت بمرا في الفرقة الاسماعيلي في مصر انا طبعا كنت باتفرج جدا على مطشة زمالك وعارف اللاعبها كويس وعايز اقولكو ان الفريق الفني اللي معايا ومحللين الاداء اتفرجوا معايا على المطشة بتاع زمالك النهاردة علشان نشوف مين اللاعب اللي هنقدر نركز عليهم شفنا ان الفرقة في حالة كويسة وان شاء الله احنا هنكون بنقدم شكل كويس في المطش الجاي هيرن ريكاردو المدي الفني للمريخ السوداني انا بشكرك شكرا جزيلا على التواقع خد معنا نتمنى لك التوفيق في هذه المواجهة ونتمنى للزمالك الفوز بإذن الله في هذه المواجهة التوفيق يعني تلعبوا كورا كويسة والنسبة ان هذه الزمالك هو اللي يكسب ان شاء الله في النهاية اشكاء نحترمهم طبعا في المريخ وفي الهلال لندية السودانية العظيمة جدا بطبيعة الحال نتمنى الفوز لندية المصرية الزمالك والآلي في المواجهتين يوم الجمعة والسبت القادمين ان شاء الله طيب وذلك حتى موعد مواجهة النادي الاهلي يوم السابت القادم ضمن الموافذات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عايزين المران سري مش كلهم مركزين قوي وطبعا مركزين قوي بس كمان الاهلي ان شاء الله هيكون مركزة الاهلي كنخد راحة يومين بعد كاسة العام الأندية يومين حلو ياخد فيه النادي الاهلي نفسه ويستعد مباشرة لهذه المواجهة اللي هتبقى صعبة جدا في ملعب الهلال ملعب الهلال دايما صعب ملعب الهلال صعب جدا في السودان جماهدية ولعبين وتركيز وأمور كثيرة جدا ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحصل نقاط المباراة السلاسة بالمناسبة الاهلي هيرجع من السودان على أسوان مباشرة هيعسكر هناك عشان مواجهة فريق أسوان يوم الثلاث في الدول يعني من السودان على أسوان على طول الدنيا قريبة فقال لك هترجع على أسوان على طول عشان المواجهة في أسوان يوم الثلاث طيب منتخب الشباب جات له صدمة صدمة قوية ليه بقى ان صلاح باشا المحترف في إيطاليا مش هيلحق بطولة أمم أفريقيا اللي هتنطلق الأحد المقبل للأسف أصيب بمزء في العضلة الخلفية وتأكد عدم لحاقه به البطولة اللي يتم استبعاده من القائمة هو مش صدمة لمنتخب الشباب هو صدمة لنا جميعنا صلاح باشا واحد من أهم نجوم هذا الجيل لمنتخب الشباب بس المفروض الشباب الباقيين يقوموا بالواجب ويبقوا رائعين كاعدتهم يعني النهاردة أبو صلاح أخيرا بيسجل العامل السنة دي بدأة مش حلوة على محمد صلاح ما كانش تسجل ولا هدف السنة دي 2023 بس النهاردة سجل الهدف الافتتاحي في مرمى إيفرتون وبعد كده الهولندي جاجبه سجل الهدف الثاني وليفربول كسب إيفرتون 2-0 عشان يفوق شوية في الدوري الإنجليزي ويحسن مركزه في الدوري الإنجليزي زي ما قلت لكم الهدف الأول لصلاح في 2023 في الدوري الإنجليزي الممتاز تحديدا بعد 346 دقيقة لعب في الدوري طيب نكمل نشوف اللي بعد محمد صلاح ساهم في مئة هدف خلال الدوري الإنجليزي على ملعب أنفلد مع ليفربول لعب 104 سجل 71 وصنع 29 أرقام عظيمة وأسطورية كعادة محمد صلاح ملعب أنفلد طبعا ملعب ليفربول محمد صلاح أصبح ضمن أسرع ثلاث لعبين مساهمة في مئة هدف على ملعب فريقه في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ أنا نشير الملعب يوتبارج بي 74 طبعا أسطورة نيو كاسل الإنجليزي تري هنري أسطورة أرسل الإنجليزي ملعب هايبري سجل 92 سجل أو ساهم في المئة هدف في 92 مباراة مباراة محمد صلاح على ملعب أنفلد قلعة ليفربول الحوار الحلو اللقاء الحلو دايما بيبقى مع كابتن حسن مصطفى بصراح دايما أنا وظيفي ببقى مبسوط وسعيد جدا عشان الحوار معا بيبقى لطيف جدا أنا كابتن حسن مشرف والنور كالعادة الشرف اللي يا كابتن كريم أنا مبسوط إن أنا معك النهاردة الله يا حبيبي أنا أسعد أخبرك إيه؟ كله بخير يا حمد الله تمام الله يخليك تسلام انت قلت لي وانت داخل أنا شاهلك حاجة شاهل هالي في الزمالك ولا في الآهلي؟ لا في الآهلي على الموضوع الفيرود كنا بنتكلم إن إحنا النادي الآهلي نا جسي بالآهلي الآخر قلنا نبدأ بالزمالك بس يلا نبدأ بالآهلي بقى عشان ما تبشر حاجة جواك تطلع كل اللي جواك الأول فأنا كنا بالتكلم من فترة إن النادي الآهلي محتاج فيرود النادي الآهلي كان محتاج أطراف الرجل مستر كولر بدأ يشتغل على النقطة دي ويطور الناس زي حسين الشحات عبدالقادر عبدالقادر دلوقتي بدأ ياخد الكرة ويروح ويطور حسين الشحات بدأ يروح عجول ويعمل سرهات وحاجات كتيرة بدأ يعملها في الآخر هو عنده مشكلة في موضوع الفيرود لأن إنت بتيجي فيه ماتشاط أنت بتجي لك فرصة أو اتنين مش هتتعوض تاني فلازم تحسن الفرص زيت إنت النادي الآهلي ماخدش مديلية برونزية مش عشان محمد شريف ضيع فصة لأ هو برضو علي معلول ضيع بس في الآخر هو في الآخر مش مكتوب للنادي الآهلي ياخد البرونزية بس باتكلم في البطولة الأفريقية في الدوري إنت محتاج فروق جامد لما خلاص مفيش لا خلاص إحنا كده اللي موجودين هو ده بالضبط عشان إنت عندك لسه بقى في الصيف تقدر تشتري بزفت 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 إنت بقى متضايق مننا في إيه لا لا يعني اللي قالك كده ساعتها واللي ضايقك ساعتها كان محمد عبدالله إنت شايلها لنا ليه لا لا أنا ما جبتش محمد عبدالله يعني طبعا ضيفت ليه معزيز ياريتي بموجود معاه بس أنا خوفت تتضايق معاه لا لا والله أنا خلي بالك اللي اختلاف أه طبعا حبيبي عبدالله أخي صغير يعني لا الاختلاف وجات النظر أنا معايا مهما اختلف معاك أنت أكيد ليك رأي صح وأنا ليه رأي هذه كورة وبتضبط كورة ممكن كل الأرى وفي التدريب كل واحد ليه استراتيجية كل واحد ليه رؤية كل واحد ليه عين بيشوف اللي يبدأ هل هيتطوره ولا ما يتطورش صح حاجة مشرفة جدا الماتشاط حتى تدريجيا كانوا طالعين كويس لعب في الروتين متوسطين وفي فرقة أقل من المتوسط شوية بدأوا لعبوا ماتش ريال مدريد من أحسن الماتشاط أنا شايف أن النادي الأهلي كان يعني في الشوت الأولاني نيد والأمور كانت كلها قريبة لو لا خطأ عبد المحمود متولي كان ممكن يطلع الكورة وحتى ديانج برضو رجعها برضو كان مفروض ما يرجعاش أو يستلم ويطلعها وحدا كان برد يانج دا اللي هو أحسن لها في الأهلي الفطالات الماضية كلها أوحاش واحد في كاس العالم وكان أوحاش واحد في كاس العالم من يعني ما دمش مستوياته المعهودة يعني لأن كان في حاجات أنا مستنيها منه والقوة بتاعته وأنه ياخد الكورة ويروح الحاجات دي ما شفتاش منه في كاس العالم من اللي عجبك أوه في كاس العالم عبدالقادر حسين الشحات علي معلول عبد المحمد عبد المنعم هني يعني ربنا يحروص يعني محمد هني ما شاء الله في أحسن حالات لي والواحد مش عايز يقعد يتكلم عليه لأن في لعبة نقعد يتكلم عليه كده وبتتصاب يعني عشان الواحد نفسه لعبة الأهل والزمالك تبقى في أحسن حالاته عشان في الآخر المنتخب واللي السفاد طيب إيه رأيك في المرهون أعطيه خدفة تحلم لما لعبه ومطش فلمين قده أداء كويس وحاجة كويسة كريم إن النادي الأهلي عامل منافسة في كل خطوة مارسي كولر آه بالضبط عامل منافسة في الخط الدفاعي ونص الملعب والناس القدام فعمل حالة كويسة جدا منخلي كل واحد مستعد كل واحد عايز ياخد الفرصة عشان يموت نفسه فدي أنا شايفه أحسن حاجة لغاية دلوقتي الراجل اللعب 15 مطش في الدوري والأربع مطشاط في كاس العالم يعني 19 مطشاط هو لعب مع السوبر والكاس يعني لعب هو حتى لعن حلعب حوالي 24 و 25 مطش خمسة آه بالضبط خسر منهم اتنين واللي خسرهم مريم مديد وفلمين بالضبط يعني فهي دي المطشاط اللي هو الغاية دلوقتي الاستراتيجية اللي هو كان عاملها نفسه من أول الموسم هي الغاية دلوقتي نتح أنا شايف حتى فيه ناس كتير قوي جيت بعد أسأل ناس يعني في الشارع وكده هو الراجل ليه ما لعبش الناس الأساسية وما بدأش بمحمد هاني وطيب ده كان نقطة بعض الناس انتقادوا عليها بالضبط لعب بقى بالأساسي ومش مشكلة هيتعبوا شوية كمان حتى لو بدناهم لعب بيهم وخلاص طيب أنا عندي الفترة الجاية هو الراجل باصس لبعيد أو مش باصس دايما تحت رجليه باصس لبعيد هو أنا عندي بعد كده كل 3 ايام ماتش أو كل 4 ايام ماتش هل اللعيبة اللي معي دي هتستحمل هل لو أنا لعبت عدت ألعب بالفرقة الأساسية في كاس العالم الأندية ولعب بيهم في أفريقيا اللعيبة اللي أنا بقالي فترة ما بقالعبهمش عيجوا يلعبوا مرة بيتسو مسماني كان بيعمل كده بيتسو مسماني كان بيشتغل على 13-14 لعيب ومسماني ومانو الجزين لا بعيد يعني ملاش مانو الجزين حطه في المقارنة دي يعني معليش يعني لاني محدش هيوصل لي خالص لان الراجل عمل كل قصر كل حاجة وجاب بطولات كتيرة وعمل حاجات كتيرة كويسة ممكن نقول مستر كولر ومسماني كولر بتلعب كرة حلوة كرة هجومية وبانت قدام ريال مادريد انت مثلا مسماني مع باير منيخ كان الراجل بيدافع التسعين دي يوم ورحشها في هجمتين وفتدخل خسر لأ انت مع كولر انت بتروح وبتضيع انت فيه اوقات كتير رحت وضغطت على ريال مادريد ده فيه كرة النادي الآي اللي ضغط وقطعوها لعيبوها لحسن الشاحات ضيحها ولما بقت اتنين واحد الكرة تلعبت لتحت الافشة وكانت ممكن تبقى نتيجة اتنين اتنين كرة كهرباء اللي في الآخر وكهرباء لأ يعني تحس ان انت ايه رحت وهجمت ند الند بالظبط انا زي زيك انا زي زيك فالعقلية يعني المدير الفني غير العقلية اللعب المصري في الفترة ديت يعني هو غير عقليته في الفترة دي فدي حقا كويسة غير مسماني مسماني برضو تحس ان هو ايه رجل مدرب افريقي فعارف الاجواء ايه فعارف الدنيا انا لازم العب كذا لازم ادافع وابقى عندي حرص وكلام ده وفي الاخر انت اتغلبت يعني ما قدتش الاداء اللي انت عايزه بس في الاخر مين وصل للهدف بتاعه مسماني وصل مرتين بلونزاي هي دي النقطة انت في الاخر هل انت عايز بالقطعة يعني انت مثلا عايز البطولة دي وعايز دي وعايز دي وفي الاخر تيجي على اخر الموسم تلاقي اللعبة بتاعتك مش قادرة تجري او مش قادرة تكمل ما انت مرة واحدة لينى النادي الاهلي انهار صح حرفيا بعد مسماني انهار لاني لا اللعبة قادرة ولا النجوم كلها في الاخر خسر الدورة والااهلي اتطر كادارة مع نهاية الموسم الماضي قالك لا لا يحري بقى اللعبة دي اللعبة دي وخلاص والعب بالشباب بالشباب ولعبه وفي الاخر ما الدورة دعم النادي فهي النقطة انا ساعات بقعد احطر كده كريم والله بقعد افكر هل ان انا فكر زي مستر كولر كده لما اجي مثلا بفكر هل افكر في الموسم الكامل وفي الاخر ممكن ما اخسرش بطولات يعني انا دلوقتي خسرت ماداليا يعني النادي الاخلي كان عاشمان ان هو على اقل ياخد البرونزية بس هو الغاية دلوقتي ناجح خد السوبر واصل فاينال كايس ومتصدر دوري هل الفكر ده الواحد يبقى معاه في دماغه وحطه في دماغه لما ايجي يمسك يبوصل كده بس مع فرقة كبيرة مش مع فرقة طبعا في الدور المصري لو انت في الدور المصري لا هلعب بالفرقة اساسية على طول لان عنديش ما عنديش هيبقى عندي مطشاط ضغط فرقة بلعب في افريكا بلعب هنا بلعب هنا انت قلتها بشكل عام من شوية بس انا عايز يعني اخدها بقى كلعب كورة انت اي رأيك في الانتقادات الكثيرة والكبيرة على محمد شرير بص هو ده ده لازم تبع عرفها كريم ان اي لعيب بلعب في الاهل او الزمالك هو دوت هي دي الدريبة الدريبة بتاعتك ان انت بتلعب في النادي الاهل هتقدر تتحمل الامور دي وتشتغل على نفسك طب ما انا عايز اسأل اقول له حالك عايك محمد شرير فما قبل ما يجيب الجنين في الزمالك كان نفس الناس كلها كان بتتكلم عنه بس هو عمل ايه هو اللي نقل نفسه وجاب الجوان اللي كان بيضيحها والفرص السهلة اللي بيضيحها بدأ يجيبها جوان فاترفع الاعناق بالعكس في ناس كمان قالوا انه النادي مش محتاج مواجه بالزبط كده بالزبط فانت اللي هتغير انت شخصيتك اللي هتغير الموضوع انت كلعيب اللي هتقول للناس لا انا فرود رقم واحد في النادي الاهلي وانا الفرود اللي لازم لا اقتمشوني من النادي الاهلي بالزبط برضو بعد البطولة دي بعض الناس لمت على محمد الشناوي وبعض الناس بدأت الاسوات اللي بتتردد في كل خطأ مع محمد الشناوي لازم يبقى في حارس تاني في النادي الاهلي بقوة محمد الشناوي عشان يبقى دافع لمحمد الشناوي محمد الشناوي مش مركز شوفت الامر ده ازاي يعني هو بأمانة في كم غلطة كده غضيتها في الكرة اللي تلعب البوكس دي وفي حاجات حتى في الدوري السنة دي في كذا كرة في الكرة في الكرة مثلا تشطف الديئة ودي بتاعته مثلا ففيه اخطاء بس انا شايف ان محمد الشناوي حارس مرمى كويس على فكرة علي ومصطفى شوبير لما خدوا الفرصة لما خدوا كانوا كويسين جدا فانت مش محتاج لاني اساسا محترام يعني انا آسف يعني للحراس اللي موجودة مفيش انت مفيش حراس في مصر يعني مفيش حراس في مصر هو الشناوي عواد ابو جبل مسعود بتاع المقولين عامل موسيقى ابو السعود ابو السعود احمد الشناوي اه الشناوي ادي خمسة اه الموت جاد اللي هو بتاع تلقى المهدي سنماية انا بالنسبة للستة الهاني كان معاهم فترة وبعد كده دلوقتي مستوى اقل شوية دولت انا بالنسبة لدي دالف العالي والباقي كله شبه بعض محترامي ليهم يعني انا طبعا كل الناس بتجتهد وانا حتى ممكن اي حد بس ممكن حتى الناس تنتقدني في الموضوع دوت لا بس انا شايف ان الستة جوال دولت هو دولت لف العالي يعني يلعبوا اهلي وزمالك بعد كده الامور كله شبه بعضه كله شبه بعضه في حراس المرض فانت مش شايف ان الناس مش محتاج حراس مرض لا صراحة يعني مفيش طب قلني طبعا لحرس مرض ممكن نبي العالي جيبه لا على فجأة انا مع رأيك انا شايف انه التلاتة اللي في الاهلي كويسين محمد شناوي وحتى اللي تحتهم كمان يا محمد شناوي وعلي لطفي ومصطفى شبه التلاتة كويسين بالضبط مش بس كده انا كمان مع الرأي اللي فكرت انه مش لازم كل الحراس اللي يبقوا عندك كلاس ايه انت محتاج ايه وبي و سي يعني عشان لو كله ايه كله عايز يلعب لان انت حتى موجودة في نال الزمالك ده الاتنين ايه صح فالتنا عايزين لعبوا فعايزين يلعبوا والنهاردة لعبت الزمالك في وقت من الوقت كان عنده اربعة ايه ابو الزبط ابو جبل و جنش و صبح و عوض مخلي بالك في الحراسة المرما دي يعني صورة في الكلمة بيبقى فينا في سنة جامدة لان الحالس بيوقف بيبقى ده رقم واحد خلاص طول السنة تفضل رقم واحد فدي مشكلة غير اللعيب اللعيب مثلا ممكن يتصاب ده يحصل له كذا ده كذا فكانت فيه فترة من فترات فعلا زي ما انتقولت كان عنده اربعة حراس كلهم ايه فهتعمل بايه يعني طيب الاهلي بقى هيستفيد ايه من كاس العامل الاندية في المباراة اللي جاي سواء في دورة ابطالة افريقيا او في الدورة المحلي هيستفيد ايه من كاس العامل الاندية هيستفيد ايه ايجابيا ايجابيا على مستوى الاداء على مستوى التركيز ولا مش ولا هيستفيد سلبيا او عفوا هو الخوف هيتضر سلبيا هي الخوف انه هو ممكن يستفيد يعني سلبيا يتضر سلبيا يتضر سلبيا بطوط أفريكا نفس القصة. بس هي النقطة في إيه بقى كريم. انت قلت نقطة حلوة. ان النادي الآلي دهوقتي اللعبها كلها بقت عندها ثقة في نفسها جامع. أيها. يعني اللعيب بقى عنه ثقة. ان انا لأ خلاص انا لعبتك قدام ريال مدريد وكنت بالمستوى ده. لو انت قال ليه بقى هو النقطة بقى ان احنا نقولها إيه. لو اللعيب ده قال. لأ يبقى انت انت اللي بتجيب لنفسك الكافية. انت اللي بتقزي نفسك وبتقزي جمهورك. لان في الآخر الجمهور مش هي. عمره ما يقول بعد المستوى اللي هو شافه في كاس العالم الأندية. ان حسين الشحات يقل عبدالقادر يقل محمد هاني السولية ديونج محمد فتحي الديفنس. انا مش هارضة بقى قلن بالمستوى ده. فانت خلاص انت حطلت يعني عليت مستوى طموحي ان انا شوف الاداء ده. اما ان انت اجيب جول والكلام ده في الآخر دي بتاع تربينه. بس انت عليت السقف السقف بتاعي. الطموحات بتاعي ان انا اشوف الاداء ده. صح. على الاقل ان انت في المباراة ضيع اجوال واعمل كل حاجة. بس اشوف الاداء كويس. تبا اتطرف الافضل كمان. بالزبط كده. مفهوم. احنا لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل. نواصل هذا الحوار الممتع دائما وابدا مع الكابتن الكيبير كابتن حسن مصطفى. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة. اكيد انا كنت بتكلم بقول قبل كده. في معناس يعني ان النادي الزمالك دخل القوضة الضلمة. فيطلع من القوضة الضلمة ازاي اللعبة هي اللي هتطلع نفسها من الموضوع ده. زي ما اللعبة ديها جابت الدورة والكاس ولعبة مطشاط كبيرة. والناس كلها كانت بتغني بأسامية يعني. هم اللي هيرجعوا تاني نادي الزمالك على الطريق. وفعلا النهاردة الواحد مبسوط من لعبة نادي الزمالك. من الاتحامات بتاعتهم كانت كويسة جدا. الكورة المشتركة الكورة التانية. حتى النهاردة الواحد مبسوط التشكيل كويس. انت بتعمل بتلعب كل واحد في مكانه كويس. يعني عب شافي كان فيه جابهة عب شافي وشيكبالا. وده طبعا يعني من الحاجات اللي هي كسبت نادي الزمالك. كان النهاردة من ناحية اليمين زيزو ونمار. فده كان فيه جابهتين يعني جابهة هنا وجابهة هنا. وطبعا يعني اللاعب اللي هو واحد اتفاجئ بيه ومبسوط جدا سف فاروق عفر. هو على فكرة دربناه في نادي سموحة. كانت مشكلة سف فاروق عفر التحماته. وجاريه كتير. دلوقتي بدأ يعمل النقطة دي. يعني لو تيجي تبص الكرة دي تبص استلم راح. انا سألت قبل كده في نادي الزمالكة كابتن حسن. لو تفتكر الموسم الماضي فريرة ادى فرص كتيرة اللاعبين الشباب. وادى السف الاول وبعد كده بقى شديله. فانا سألت يا جماعة اللاعب موهوب او حريف. اه بالزبط بالزبط. هو كان مشكلة فريرة معاه الادوار الدفاعية والقوة والالتحمات. بس انا جانا ست شوف نادي سموحة كون احنا مسكين نادي سموحة. كل كومنت ده كنت بقول له كابتن فاروق. كابتن فاروق سيف ممكن يبقى من احسن لعبة موجودة في مصر. بس اولا هو بيدفعش كويس ما بيقتلش عالكورة. التحماته ضعيفة جدا. وبعدين يعني قال فانت اللي هو ايه. هو جاي يتبصت مش جاي يلعق يعني انت نازل تلعب مباراة. مش جاي يتلعب في نادي الصيل. جاي تتبهدل. اه انت جاي تتبهدل. فصراحة النهاردة الوعد مبسوط ان العيب زي لات. تطور. بس يكمل. اه. يعني خلي بالك مشكلة في ايه. انت الفترة ديات في نادي زمالك. النهاردة برضو نادي سموحة ادى فرصة لنادي الزمالك يقدي الاداء دوت. صح. يعني كان الاول عشر دقائق اول ربع ساعة. كان الموضوع سجال والدنيا رايحة وجاية. صح. بس نادي الزمالك الفرصة اللي راح بيها كبه. صح. كان الفترة فاتت بيروح بفرص كتير وبيضيع. صح. ما هذه نقطة. حتى البلانت اللي زي زي ضيعه. تحس ان هو دي ضغط. يعني عارف انت ان العيب مضغوط. حتى الكرة شكبالة. الكرة اللي هو عادة من ناحية الشمال والعيبها لتحت. كان مفروض يشوتها. صح. لو هو عنده الثقة وعنده مش قلان. كان الكرة دي شطها. لان دي حاجات دي مكانتش كبالة يعني انت فاهم. صح. بس انا مبسوط ان الراجل اختار اللعيبة المزبوطة في الملعب. اختار التشكيل الامثل ليه. اختار اللعيبة اللي هي مفروض. اللي عارف ان هي هتحارب عشان خاطر نادي الزمالك. ازا كان لعيبة صغيرة او لعيبة كبيرة. مبسوط ان هو بعد ابو الفتوح الفترة ديت. ممكن ابو الفتوح بعد الفترة اللي فاتت دي. والضغوط اللي حصلت له. تركيزه قليل. بس هو من احسن لعيبة. من احسن بكات ليفت موجودة في مصر. بس الكلام ان هو خارج المباراة النهاردة بسبب شد. مش بسبب. ماشي. هو طلع برضو المطش اللي فات بسبب ان هو عنده شد. بس ان هو ان انت تخرجه. او ان انت كذا. هو ممكن يكون يعني بسبب الضغوط وبسبب المشاكل الفترة اللي فاتت دي. يكون تركيزه. طيب. الزمالك بقى. عنده مطش في منتهى الاهمية الاهمية والصعوبة. امام الماليخ السودان يوم من جمعة اللي جاي. وصعوبة المباراة دي. واهميتها كمان بسبب الخسارة الاولى امام شباب بلزداد. يعني انت بيتمحتاج الفوز وخارج ملعبك. الزمالك يلعب بنفس التشكيلة وبنفس الطريقة. او انت شايف انه في تغييرات مفهود تحصل في المباراة دي. لا لازم يغير. يعني لازم يغير ممكن في نص المرعب. يعني ممكن بس ما هو. انا يعني انا النهاردة عمال افكر. طب انت لو شلت واحد من التلاتة اللي وارا. بس دولة كده صعق يعني. ده احسن حاجة للديفنز. نادي الزمالك لو لعب اربعة. بتبقى الامور صعبة قوي. صح. لان عنده في اتنين عبد المجيد. ومحمد طاري. بالضبط. عندهم بطء شوية. يعني هو محمد طاري المدافع الصغير اسمه. محمد طاري وحسن عبد المجيد ومحمد عبغاني. عبغاني وعبد المجيد هم عندهم سنة بطء. طاهر هو اسرع. يعني هو اسرع واحد فيهم شوية. بيقدر يغطي هنا او يغطي هنا. فانا شايف ان التلاتة دولار احسن حاجة ليك. ممكن تغير كمان المسلوسي يخش في التلاتة اللي ورا. في التلاتة اللي ورا. يبقى عندك لعيب عنده خبرة وعنده سرعة. وبيقدي اداء كويس في النقطة دية. في نص الملعب لازم برضو يبقى في ناس بتدفع اكتر. لان انت طبعا فريس السودانية هيبقى عايز هو كمان يكسب. صح. والاتحاماتهم انت عارف الاتحامات الافريقية بتبقى قوية. طبعا. لا في لازم يبقى في تغيير شوية. في ثلاثة عناصر. شايف ان سيف جافر ما يبدأش المباراة اللي جاية. من وجهة نظر يعني. يبدأ عامري سيسي مثلا. ممكن. يبقى انت بتقفل كويس وبتقدر تلعب على الهجمة. وشيكبالة يبدأ؟ شيكبالة يبدأ صراحة النهاردة اداءه يعني. مفيش اروع من كده. واداءه كويس جدا. بس بحس برضو ان النهاردة نادي سموحة ادى. يعني ادى مساحات كتيرة. انا خايف ان انا اقول لا ما يبدأش. وفي الاخر لما يلعب يقدى اداء كويس. بس انا بقول ان شيكبالة مش هيقدر يديلك. مع ناس اقوية. مع ناس صراع. مش هيقدر يدي. زي اللي هو عمله النهار. في رأي ده امي نقولك. اللعيبة الموهوبة لزي شيكبالة. واللي طبعا تقدم به له عمري. يعني على حكم السن واللياقة البدنية. ما تبدأش بيه مباراة فيها الاتحامات بدنية في الاول. ليه سيب اللعيبة اللي قدامك ترهك. وبعد كده نزله بقى ايه يامل له عايزه براحته. بالضبط ما هو ده اللي انا كنت تسا بقولي. يعني انا خايف ان هو كذا. بس هو لو لعب مثلا يوسف او لعب مصطفى. حتى انا النهاردة مبسوط ان هو ما لعبش مصطفى. مصطفى شلبي. شلبي بالضبط ليه؟ لان هو الولد عليه ضغوضات كان جامدة حتى الجمهور يعني هتف ضده وكده. فانت كده بتحمل لعيب. ما زي الوردي. روح تودته يعني خليته يغرس. والجمهور قعد لغاية ما ميشي. يتعقد وميشي. بس انا بتكلم نادي الزمالك لازم يطور الفرق. يعني انت ديوقتي عندك فرود سامسونج. وعندك واحد تاني يعني بس مش متذكر اسمه. لازم الفترة الجاية تطور النازي. لان سيف سيف الجزيري لعب بالضبط ستين سبعين ديه وولايته اختفى. صح. فانت لازم. عندك سيف الجزيري وسامسون وعندك ابراهيم انا ضاير ما نزلوش النار ده. بزبط. يعني انت فان. ما هي دي الكارسة برضو ان انت جايب لعيب افريقي بقاله فترة طويلة ما لاعبش. ما هي دي كارسة كبيرة. يعني طب انا جيبته ليه؟ طب انا ما استفدتش به لغاية دلوقتي. بس هو امكاناته كويسة. لعيب من اللعيبة كويسة. مين ابراهيمة ولا ابراهيم انا ضاير. ابراهيم انا ضاير. لعيب كويس. اه يعني انا كان في ودي دجلة. لما شفته في اخر حاجة في ودي دجلة. كان لعيب كويس. كان لعيب كويس. عنده سرعات مهاري. بيعمل مجوك كبير. صح. فهي نادي الزمالك الفترة الجاية. الخوف او المعاناة للفترة الجاية. انه مش هيبقى عنده فروت بعد سير الجزيرة. بفهم. طيب. كبتر حسن شرفت ونورتك العادة دايما الحور معاك ممتع او ما بيخلاص يعني. حبيبي يا كريم انا اللي ببقى مستمتع بيك والله ببقى شرف ليه كبير ان انا ببقى معاك والله. شرف ليه يا كبتر حسن انا مشكر جدا. لسا مكملين مع حضراتكم اليوم لسا في كلام في الكورة. بعد الفاصل يكون معايا محمد داود ومحمد خليفة. الكلام بيحلى ويحلى ويحلى في الكورة اكتر اللي ببقى فيه محمد خليفة ومحمد داود بصراح بيقوله كلام حلوة اوش. خليفة مشرفه بنور. ده انا اللي بتشرف بيك يا كريم وهو الكلام حلو عشان معاك. حبيبي يا ربي خليك داود مشرفه بنورك العادة. دايما مبسوط بوجودي معاك يا كريم. اخبارك كله تمام. كله زي الفل. انا اخش في المضمون عشان الوقت ما يجريش مننا. ها. ليه النهاردة مباراة الزمالك او ليه النهاردة الزمالك المباراة كانت تبدو كأنها سهلة عليها. ليه الزمالك النهاردة اللي يعيب كرة حلوة تحديدا في الشوت ده. فيه اسباب تتعلق بالزمالك ولكن فيه اسباب تانية تتعلق بالمنافس. منافس الزمالك النهاردة اسموح عمل الجيم اللي الزمالك بيحبه. ايوا. الزمالك فريق بيكون جيد طول ما عنده مساحات فيه خط ظهر الفرق اللي بيلعبها. الزمالك مشكلته دائما ضد الفرق اللي بتتكتل ضده والحاجات اللي ما يبقاش فيه مساحات ومخنوقة. يمكن اللحظة اللي مثلا حتى الماتشات اللي الزمالك خسرها زي فاركو. حتى ماتش الأهلي ما كانش بيجد الزمالك مساحات. ماتش الأهلي مثلا كانت لغاية ما الأهلي سجل هدف الأول مسام مساحات. ماتش ما كانش يعني الأهلي نازل يهاجم بشراسة ونازل يلعب جيم. لا الماتش كان بين الفرقتين متحفزين. والأهلي عنده فكرة واضحة بيحاول يطبقها بدون ما يهاجم ويدغط بكل خطوطه. فدي إنما سموحة لعبة جيم في رأينا أكبر من الإمكانيات اللي موجودة في سموحة. سموحة من أقل الفرق تسجيلة للأهداف في الدولة. فمعنى كده هو ما عندهش كواليتي عالي. فهو عمل مغامرة ما عندهش الحد الأدنى من إننا استفاد من المغامرة دي. زي اللي راح سوبر ماركت دفع فلوس وما خدش المشتريات اللي دفعها. فسموحة تعالى نشوف كده من بداية المباراة اندفاع سموحة كان مدفع جدا. تعالى نشوف محاولات سموحة متوزعة لديها المباراة. بالمناسبة أنا أتصور إن سموحة وكابتل أحمد سامي اتخدعوا في مستوى الزمالك في المباراة المباراة. بس أعتقد هو مدرسة أحمد سامي مدرسة هجومية شوية. أصلا. هو بيلعب الكورة دي وبيحب بيلعب الطريقة دي. ممكن تحقق له نتائج. لأ قبل ما نيجل اللقطات تعالى نشوف الأول فيه صورة بتبين محاولات سموحة ومحاولات الزمالك. سموحة هو اللي حاول والزمالك زيره محاولات. يعني في أول ربع ساعة سموحة حاول على مرمى الزمالك. والزمالك لم يعمل أي محاولة إيجابية على مرمى سموحة. يعني ما عليك أن سموحة كان نازل يهاجم. خلاص ممكن الصراحة لقولناها. دي التوزيع. التوزيع حين الإعلاقة من نهاية المباراة. ممكن تغييرات الزمالك في وسط الملعب أسطارت. ولكن في بداية المباراة كانت فيه محاولات من سموحة. محاولات الزمالك في ساعة. هتلاقي أول 15 دياء الزمالك لم يحاول على مرمى سموحة. وده يعني إيه؟ ده يبين لك الشكل اللي دخل به سموحة المباراة. كانت ممكن المغامرة تصمر. ولكن زي ما قلنا هنرجع لها تاني بقى في نهاية المباراة. وإحنا بنتكلم في نهاية تحليلنا. السموحة حتى مهاجم في نهاية المباراة ما كانش إيجابي. ما قادرش يسجل غير الهدف الواحد. لأن الكواليت اللي موجودة هو ما عندوش. الكواليت اللي تحول الهجمات دي الأهداف بدليل إنه هو في الدوري. مش من أهل الفرق تسجيل أهداف محارس الحدود. نجي لللقطات ونشوف من بداية المباراة. هتقول لقطات بقى على طول. الجيمي اللي كانت بلعابه سموحة في الدقاية إيه؟ أنا أكلمك في أول الدقاية. تعالوا نشوف لقطة الأول في الدقيقة 19 ممكن حتبين لنا تكون مرجعية شوية. اللقطة دي فيها حاجات كتير قوي في المباراة. اللي هي مثلا بص سيف هنا مؤخر. الفرق بين سيف الجزيرة إما بيلعب الكرة بسرعة ما يأخر. هنا الكرة تقطعت من سيف. دي من ضمن الحاجات اللي بنتكلم عليها. وبص سموحة عديلي بقى سموحة بتلعب بكام والنتيجة صفر صفر. خمسة واو. لا خمسة تمين. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وفي تكملة كمان بعد كده. حيبقى فيه سابع جاي من هناك. والحطة التانية بقى اللي هي إيه؟ بص سيد عبدالله هو مزنوق هنا. بيستخدم مهارته إن هو ياخد ضربة وركونية. دي ممكن حاجات ما يجي لتكلم عن سيف الجزيرة. لأنه في نفس الفئة بتاعة السيد الموهوبين. دي ديئة تلاتة. ديئة تلاتة اسموحة. بص دايما. لما الكاميرا تفتح هتلاقي أكتر. يعني انت بتتكلم في واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بص الزمالك هنا. أما بيعمل التحول هي دي ولا حاجة. ما طلقتش هاجمة. بس تشوف زيزو كان عنده الكرة لو تلعبت سليمة. زيزو كان حيبقى رايح في مساحة كبيرة جدا. اللي هي هتسمر بعد كده. بص برضو في ديئة تمانية. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. وانت بتتكلم هنا في اتنين اربعة ستة. والسبع بتاعهم هناك. أهو وراء تمانية تسعة. انت بتتكلم في حادث كبير جدا من اللعيبة. بيندفعوا فوق الكرة. أما اقتضرابهم بأي طريقة. بالزمالك بيجد اللي هو بيبحث عليه تاني. الزمالك غير بقى. ده الجزء اللي كان سموح عمله للزمالك. الزمالك عمل الهومورد. في حاجة مهمة جدا كان الزمالك بيفتقد. فاخد الشعراء برجل الأصلع. شعر كده عالجناب كتير. والمنطقة اللي في النص دي فاضية. دايما في جهب كبير كده. الزمالك مش قادر يملاه. الزمالك النهاردة غير ده. تعال نشوف تمركزات الزمالك متوسطة قدام فاركو كان عامل ازاي. قدام فاركو صورة التمركزات نفسها قدام فاركو. اللي بتبين. الصورة يا جماعة. اه اللي هي الفريق كان عامل ازاي في شكله قدام فاركو. وصورة التمركزات قدام سموحة. اللي هو اخر مواتش محلي. واخر واول. والمباراة دي اللي هو فارك. زمالك خسر هنا ثلاثة وفاز هنا ثلاثة. هتلاقي متوزعين الفرقة. هنا. بص شلبي رايح فين. شلبي راكب على عبشاف. يعني شلبي راكب على عبشاف. فاتح الملعب جدا 11. وزيزو فاتح الملعب برضو جدا جنب نيمار. والمنطقة اللي هي تحت سيف الجزيرة فاضية. فاضية فعليا. تعال بقى للتمركزات الزمالك قدام سموحة. بص لمكان. زيزو وشكبالة اللي حيبان في الصورة. شكبالة واخد. في مساحة تانية عبشافه ولا لاب على الخط. زيزو واخد لجوة. في مساحة هنا. واربعين اللي هو سيف الجزيري موجود في المنطقة دي. حبان بقى من اللقطات. اللي حنشوفها. حاتوا اللقطات عاتوا. حنشوف بقى اللقطات. ده انعكس ازاي على اللعبة الزمالك نفسها بتلعب في المساحة دي. وكان اجاب ازاي. انا هجبلك لقطة الاول. لم تصفر عن شيء برضو. ولكن هي النية. في ديئة تمانية. حنوقف بس كمل الصورة. شوف شكبالة سايب بقى الخط. وداخل. وزيزو هنا. رغم ان هو بيبدأ الهجمة من هنا. زيزو هيسيب الخط. وحيخش الجوة الملعب. هنا سيف بيستلم. ادي المسانده اللي هنا. وقف بس هنا معلش. وقف بس وقف لحظة. وقف بقى دي الوقت. فين شيء كبالة وفين زيزو. الاتنين في المنطقة اللي هي زون فورتين. اللي هي ممكن لما الكرة توصل لهم. يقدروا يعملوا خطورة. لما مش واحد واقف جنب الخط ده. واحد جنب الخط ده. وحسعمل عرضية لسيف الجزيري بدون اي مساندة. دي طبعا هتنتيب تمرير غلص من زيزو. ولكن التمركز السليم هو اللي بعد كده حينتج عنه الهدف واللي هنشوفه. كمل بقى اللقطة. دي انا بجيب لك النية. دايما الدقاية الاولى هي دقاية تعليمات المدرد. هنا الناس دي سايبها الخط وبتتكمل. كمل عشان يعني كمل بقى خلاص. هي انتهت بتمريرها غلط من زيزو. بس كان شيكبالة هنا بدأ يتحرك يخش جنب سيف. هات اللقطة اللي بعدها برضو نفس نسبة نفس الفكرة. شيكبالة بيسيب الخط بيجي جنب سيف عشان يبقى مهاجم تاني. الكرة هنا ما بتطلع بيبان بقى الكواليتي بتاع سيف جعفر. هنا بص الكواليتي في السروه والباص. هنا تاني اما وقف بقى مزيزو هنا بص كم لعب جوه المنطقة يا كريم. اتنين اربعة. الباص مش مظبوط الاوفر مش مظبوط ولكن دي النية. اللي حتيجي بقى بعد كده هاتلي بقى الهدف التاني اللي حيترجم اللي احنا بنقوله ده. انت ما بيبقى عندك النية دي حتى لو كرة تلعبت غلط مرة واتنين. بعد كده بتيجي منك القرص صح. برضو هنا شوف سيف جعفر بتحرك فينا عشان ياخد تمرير سيف الجزيري اللي ما وصلتش. ده اللي هو محاولاتك اللي ما اسفرتش. هنا بقى ما بتسفر عن التحرك الإيجابي هنا بيسفر على طول. هنا رغم ان الكرة بدأ زيزو بيبدأ. شيكابالا هنا في القلب. اللي اتنين في القلب ببص ما كان شيكابالا وزيزو. الهاجمة هنا ما بتطول واللعبة بتدخل جوه المنطقة بتنتهي بجول. بتنتهي بجولة. علشان خاطر اللعبة مساي بسي في الجزيري لوحده زي ما كان بيحصل قبل كده. يعني الكرة هنا هتلف أكتر بس لو تاخد بالك شيكابالا بيتحرك من العمق للطرف وبيرجع تاني يخش. هنا سيف الجزيري. سيف جعفر يا سوري. بيخش بيخش. كان بلزيزو بيسيب خلاص بقى ماش مربوط هناك نحيط الخط بيكمل بالجول. فالشغل التمركزات اللي كانت واضحة في الداية 8 أو 13. نحنا سايبين الخطوط كلعبة أطراف ودخلين جوه الملعب ده بعد كده. في بره بيبقى غلط وما بيسفرش عن شيء بس ما بتعمل بشكل سليم بيسفر عن أهداف. هاي. دي جزء ايه عظيمة جدا. أنا خلت تقول الكلام بقى. لا عظمة جدا. بس في حد مفروض ياخد جزء كبير من الكلام النهاردة. واحد من أكثر اللاعبين اللي كان عندهم إيجادة النهاردة هو شيكبالة. وشكبالة قلت حتى أنا النهاردة في المقدمة حل المعضلة في نادي الزمالك. مين اللعيبك كرياتور؟ مين اللعيب اللي هيبدأ يحرك اللعب شكبالة عملها بشكل رائع جدا. طفق معاك جدا. وده كلمة السر والشيء اللي مفتقده الزمالك من أول السيزون. وفي حكاية أنا دايما بحب كرارها عن الزمالك. الزمالك كان عنده لعيب كرياتور بيقوم بالدوردة وفر الجانساسي. خروج فر الجانساسي في موسم كارترون في آخر سبع مباراة. استوجب أن أوباما اللي بيلعب في مركز عشر يتم تغييره بشيكبالة. لأن الزمالك محتاج كرياتور. وباترس كارترون كان فاطل للنقطة دي. وتم اعتمادة على شيكبالة لحد ما تم إيقاف شيكبالة في السيزون الجديد. في اللي بدأ يقوم بالدوردة أشرب بن شرقي. بخروج أشرب بن شرقي الزمالك افتقد للعيب يقدر يقوم بعمل صناعة اللعب. الزمالك عدم الرؤق أخرى لدفاتره القديمة اللي كانت من موسمين. إن هو يرجع لشيكبالة. اللعيب اللي لما بيقف على الكرة بيقدر يكون كرياتور بيقدر يلعب الفريق ويقدر يصنع الفريق. خلان نشوف الجدول ده عشان نشوف قيمة شيكبالة مع نادي الزمالك. شيكبالة في الموسم الحالي هو رابع أكثر لاعب في الزمالك عمل تمريرات مفتاحية قبل اللقاء النهاردة. أنا متأكد إن بعد اللقاء النهاردة شيكبالة هيكون التالت وإن لم يكن التاني كمان. ده اللي عمل هو ليلا. بالضبط ده دي النقطة اللي أنا هخطيب بيها الجدول ده لأن دي مهمة جدا. في الموسم الماضي شيكبالة هو ثالث لاعيب في الزمالك بعد أشرب بن شرقي وبعد زيزو. في الموسم اللي قبله واللي هو احنا هم بتكلم عن الموسمين اللي الزمالك توق بيهم ببطولة الدوري. شيكبالة تالت لاعب يعمل تمريرات مفتاحية. نرجع بقى للكلمة اللي أنا خليفه وده النقطة الأهم. شيكبالة كانش بلاعب أساسي أصلا. شيكبالة ما كانش بياخد دقايق كتير. ورغم كده فرض نفسه كثالث لاعيب في سكواد الزمالك عنده قدرة على صناعة التمريرات المفتاحية. يعني التمريرات المفتاحية يعني الشيء اللي الزمالك كان محتاج والشيء اللي عطلان بالزمالك أن يكون في لعيب عنده قدرة. لما يوقف على الكورة يخرج اللعيبة بشكل مميز جدا يصنع فرص ويساعد زماله بشكل أفضل. الزمالك النهاردة كان بيمتلك اتنين لعيبة قادرين يقوموا بالدور ده. سيف فاروق جعفر من مص الملعب وشكبالة في التالت الأخير من الملعب. خلينا نستعرض بعض اللقطات للشيكبالة في اللقطة بتاعت سيف فاروق جعفر نحنا شفناها من شوية أصفلت عن الهدف التاني. لكن في لقطات كمان تانية للشيكبالة عايزين نشوف إزاي الرجل ده جودت لمسته للكورة أو جودت لعبه للكورة مختلفة. أنا هنا بس حاجة كمان واحنا بنستعرض اللقطات نشوف شيكبالة. هنوقف هنا أنا جايب اللقطة من أول أخير عشان نشوف شيكبالة. هو بينزل نص الملعب والحدث الأهم جاي قدان. هنا بنتكلم إن شيكبالة موجود. اللقطة اللي جاي هي اللي هتكون أهم وعي شيكبالة التكتيكي وقدرته على التمركز ودي نقطة كان بيفتقطها الزماليك مع مصطفى شلبي. خلانا نشوف هنا. هننوقف ثانية بقى. هننوقف ثانية لأن اللقطة دي الأهم بالنسبة لي. بالمناسبة كرة قطعت. لكن شيكبالة كان واقف على الخط لما اكتشف أو شاف إن عبد الشافي طلع على الخط بكل بساطة. دخل جوه القلب الملعب ونزل يستلب. بقى اللعيب اللي موجود عنده مصارين التمرير. لعيب على طرف الملعب هو عبد الشافي ولعيب في قلب الملعب. المساحة اللي عنا بنسميها دايما الهوفيس بيسيس أو الممر الداخلي شيكبالة. وهنا قدرة شيكبالة لو نفتكر في لقطة شهيرة لمصطفى شلبي في بداية أحد الأشواط كان إمام عشور ومصطفى شلبي. وكان دايما إمام عشور بيقول لمصطفى شلبي خد مساحة ورا خط الدفاع. هنا بيتكلم فكرة شيكبالة إن هو قادر يتمركز في مكان مختلف عن عبد الشافي. نكمل اللقطاتات. وقفوا واتنين مع بعض. نكمل باقي اللقطات. أنا بأتكلم بس فكرة تمركز شيكبالة في مكان مختلف عن عبد الشافي. إن هو باش بس متمسك بالخط. هنا لقطاتات تانية بنوضح برضو قدرة شيكبالة وهو واقف على الكرة. لمسة واحدة شكرا بيصنع فرصة كانت ممكن تكون فرصة خطيرة جدا. هنشوف لقطات أكتر لشكبالة. هنا بنتكلم إن شيكبالة هو على الخط لعيب يمتلك حلول مختلفة حلول فردية. شيكبالة حفظ على كرته بالمهارة. قدرات شيكبالة اللي احنا متعودين عليها. وبيعمل الباص عشان يحفظ على الكرة لفريقه. في لقطة اللي بعدها كمان هتكون أكثر تمييزا من شيكبالة على الواقف. على الواقف بيوصل لعيب على الجون. على الواقف شيكبالة بيوصل لعيب على الجون. دي حاجات صعب تاخدها من أي لاعب غير شيكبالة. وده الجزء اللي كان مفتقد الزمالك. نخش بعدها بقى في نقطة تانية كانت مهمة جدا. وهي الكرات العرضية للزمالك كان نوعا ما بيفتقد للعمق داخل منطقة الجزاء. جايبين برضو أكتر من كرة نستعرض إزاي. الزمالك بقى عنده نعم الكسافة هي اللي ساعدته إنه هو يحقق الفوز النهاردة. هنا بنتكلم برضو. نستعرض اللقطات من بدايتها خالص. هنا بنتكلم عن هجمة لنادي سموحة. هنا بس عايزين ناخد بالنا الشيكبالة هو بيرجع للمساندة الدفاعية. ده شيء مش بيتكرر دايما لكن ظهر بشكل مميز النهاردة. إن الشيكبالة هو اللي بيرجع للمساندة الدفاعية حتى لو لم ينجح في استخلاص الكورة. نتكلم بس قدرة شيكبالة ورجوعه. كورة الجون اللي جابه وبدأ اللي هو تراوغ وهو بيدافع. هنا هنشوف شيكبالة وهو بيعود مرة تانية. لكن اللقطة دي هي الأهم بالنسبة لنا لإن دي كانت في بداية اللقاء. والزيكبالة مكانش عنده كسافة. بس كايبي اللقطة من أولها لأن اللقطة معبرة جدا بكل أحدثها من أول بداية لحد نهاية. هنا الزيكبالة في الهجمة المرتدة. الزيكبالة مكانش بيمتلك كسافة داخل منطقة الجزاء بالشكل المطلوب. عشان كده شيكبالة مدخلش. شيكبالة مضمش شيكبالة كان عالتار فيه وما ضمش. ليه احنا هنا مقلناش شيكبالة مضمش وجبنا اللقطة دي لأن اللقطة اللي بعدها هنشوف لما شيكابالا دخل منطقة الجزاء ازاي حصل التحول نسبة 100% هنا الزمالك بينجح يستخلص الكورة مرة تانية وهنشوف الزمالك برضو مع بداية اللقاء اللعبة بتخش جوة منطقة الجزاء هنا المشكلة بتوضح بالنسباننا وهنشوف ازاي الحال هنا نوقف ثانية النية واضحة النية واضحة شيكابالا هيطلع عبشافي ولعب عرضية او شيكابالا نفسه ولعب عرضية مفيش لعبة بتقطع جوة منطقة الجزاء هنا سيف جعفر ماكملش جوا منطقة الجزاء عشان كده هنشوف الكرة هيكون مصيرها مش هجمة خطيرة لنادي الزمانك نكمل نفس شكل اللي كامل مثلا فماتش فارقه والمشاط بتاقي بلوزداد طبعا مفيش كسافة خلينا نشوف بقى لما بيحصل التحول هنا اللقطة دي أنا عايز اوقف هنا ثانية اللقطة دي هتنتهي بهدف اللقطة دي مهمة جدا بالنسبالي طبعا أرضية الملعب تسببت في سكوت شكبال بس عايزين نركز إن إزاي شكبال بعد اللقطة دي ودي لقطة مش سهلة على العب حجم شكبال كمل وركز ولعب في الجيم ودي اللقطة اللي غيرت مصير المباراة بهدف المباراة الأول شوف شكبال بقى هنا نوقف ثانية نوقف ثانية نوقف ثانية نوقف ثانية شوف شكبال قطع فين شكبال قطع جوا منطقة الجزاء سيف هيقطع جوا منطقة الجزاء هنا الزمالك هيبقى عنده عمق اتنين على الثلاثة نوعا ما موقف مقبول نكمل اللقطة اللي هتصفر عن هدف لنادي الزمالك بسبب كسافة جوا منطقة الجزاء العرضية أرضية تقدر تسجل بقى عندك أونك داخل منطقة الجزاء الهدف التالت برضو هيتم تسجيله بنفس اللقطة برضو الشكبالة لعب عرضية لزيزو تحرك على العرض القريبة بكسافة بنتكلم من اللعيبة الأجنحة بتوع الزمالك سجله هدفين بتكملها داخل منطقة الجزاء جون من شكبالة وجون من زيزو عظمة جدا هلسة مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل نوعا ما فيش فاصل هنكمل قالوا ليه نكمل قالوا ليه نكمل عجبه بالكلام فبلاش فاصل نكمل طيب خليفة من الحاجات المهمة أيضا في مباراة اليوم فكرة أنه الزمالك النهاردة كان فيه تركيز تحديدا في الشوت الأول حتى الشوت الثاني ما شفتش الانهيار اللي كان بيحصل في الزمالك المباراة اللي فات أعتقد أن الزمالك كان داخل المباراة بشكل مركز وفي نفس الوقت زي ما قلنا احنا قلنا فيه جزء منه سموحة وفيه جزء منه تكتيك وفيه جزء منه ساعات كوالة اللاعبين كمان أنت يعني فيه جملة جميلة جدا كده بتتقيل أن احنا ما شفتنا الشمعة بمزيد من التحسن هتحول المصباح كهربائي الزمالك يعني كان فيه وقت بيحتمد كتير زيادة شوية على لعبة مجتهدة اللعبة المجتهد مهما قعدت أنت تتكلم فيه ما بتقدرش تضيف على عنصر الإبداع عكس فيه لعبة تانية اللي هي عندها مهارات أساسية في الكورة فاكر اللقطة اللي انا قلت لك احنا هنقف عندها شوية اللي هو سيدنا مرمى زنو راح اواخد الكعب عشان ياخد روكنية ضربت مرمى ما يتلاحظش روكنية اللقطات اللي شفناها في سيد عبدالله شفناها في أسيست جون الأولاني فاللعبة اللي هي موهوبة شوية أما الزمالك بيزودها في الملعب زي مزودها النهاردة كانت النتيجة إيجابية شوية طيب بمناسبة اللعبة الموهوبة وده هيبقى سؤال لك واللدود إيه اللي أضافه سيف جعفر لتشكية الزمالك وطريت لها بالزمالك تعال نشوفه بقى يعني هو ده السؤال جميل جدا نشوفه عمل إزاي في الملعب عظيم سيف عمل حاجتين مهمين جدا للزمالك مميزين جدا وحاجة تانية حنتكلم عليه احنا على فكرة يوم فارق وتكلمنا عن سيف ورغم أن نتغير بينه الشوطين اتكلمنا قديه هو العيب مباشر النهاردة خاد مانوف زماتش والناس بتتكلم عليه بشكل جيد جدا احنا كنا هنا في البرنامج اتكلمنا قديه كان كويس رغم النتيجة الشوط الأول اللي طلع فيه سيف كانت تنصف ده سكت ممكن تتباحه لكن احنا كنا شايفين سيف بيعمل ايه سيف عمل حاجتين مهمين وحاجتين سلبيين هاي هنتكلم على المهمين الأول لان لازم نشد من قزر يعني يلا جماعة الحاجتين نبص الأول على أرقام سيف ممكن نظرة سريعة لو جدول معنا لا دي كانت في مباراة فارق يمكن لا احنا عايزين الأرقام بقى احنا نجيب لأ الأرقام يعني دي في مباراة فارق قديك التاميرات الأدام ده اللي احنا تكلمنا عليه في الحالة سيف النهاردة عمل أربع مراوغات سيولان من خمس محاولات ده رقم كويس على فكرة هاي حانشوف دي بقى القدرة على المراوغة كانت منعكسة زي في اللقطات ثلاث محاولات على المرمى رقم كويس جدا لنعيب رقم 8 رقم كبير رقم ده ده نوع ما سأقفله دلو استلام الكرة كان كله بشكل صحيح وتمريراته كانت 30 صحيح من 36 والنبي الاستلام ده انت مش مفوط تعدي كده احنا عندنا كارثة في الكرة المصرية اسمها الكدرة على استلام الكرة تكون هو يستلم الكرة بنسبة نجاح ماء في الماء دي حاجة دي حاجة مش هي مفوطة بحاجة عادية بس هنا عندنا مش عادية ونقطة كمان ان في ملعب ارضيته ما كانتش افضل شيء النهاردة بسبب الامطار خشيلي برضه بقى ارقامه بقى هي اللي ممكن حتجواب لنا السؤال التانية فوسبه الكرات عشرة بس منهم واحد بس عن طريق التحام واحد بس عن طريق اعتراض والباقي كانت استحوز على الكرة التانية ده اللي حيبقى معنا نركز عليه على سيف تعالنا شوف اللقطات قد ايه بقى مراوغات سيف كتجيدة قد ايه محاولاته على المرمى كتجيدة قد ايه تمرياتك كتجيدة بص هنا برضه على المراوغة بالتم ازاي رغم الصعوبة دي مراوغة في اتنين والتمريرة لشكبالا بشكل جيد جدا ورايح يكمل الهجم ده عشان كده وعمل ثلاث محاولات على المرمى هي دي الكرة ما وصلت لهش بس هو اندية هنا انه يزيد على المرمى دي اللي نهاها دونجا بتصويب بص بقى انا جايب لك تمريرة هي هنا ممكن ما تبانشي راحت واجابية بس هيك التمريرة صعبة جدا بص هنا رغم الكرة عاملة ازاي وهو خياله كان عامل ازاي بص هنا التمريرة كانت عاملة ازاي الكرة دي اتقطعت ولكن التمريرة والتي فيها عالي جدا رغم الضغط مطلع تمريرة جيدة جدا بص بقى المراوغة والمحاولة على المرمى هنا استفاد من قدرة شكبالا وهنا عمل الحتة اللي احنا بنتكلم فيها دايبا اللي الزمالك كان بابحث على بعد امام ان اللعيب يزيد مع المهاجم ما يختفيش بدوره كان لعيب خط وسط بس اللي هو دخل المنطقة وكان بشكل جيد جدا الكرة ما هترجع له هيعدي ويسدد في الدايئة ولكن الكرة دي ما هتكمل انا مكملها بقى هتدينا اجابة ليه سيف فريرة بينتخده شوي الكرة دي كانت في الدايئة سبعين بالزبط سبعين واربع ثواني بصوا الكرة كنا سيف اللي كان بيني بصوا الكرة يا كريم هتروح قدي ايه وبركزلي في الكدر على رجوع وارتداد سيف جعفر بصوا لغاية دلوقتي لم يظهر سيف جعفر لم يظهر سيف جعفر معلش عشان الوقت بس يا الهجم بتدينا الاجابة ليه سيف برضو لسه عليكو الشمار صح لغاية دلوقتي ما رجعش سيف جعفر من اللي رجع زيزو صح رجع زيزو بصوا الكرة هتروح لغاية فين لغاية لما هتنتهي بهجمة على الزمالك من كرة عرضية وسيف اللي بيلعب رقم 8 او ديفندر تاني ما رجعش في الهجمة يعني كانت وعلى فكرة هو بعدها ضغير تعال برضو نشوف حاجات بقى من اللي سيف ممكن تكون بتزعل بقى كرة زي دي بصوا المراوغة دي دي ملهاش اي لازمة ونقطات تانية هو ده اللي سيف محتاج يركز عليه شوية احنا زي ما اشدنا به اللقطتين اللي جبناهم سلبيين عشان هو لعب قابل للتطور وفي السن ده محتاج يتطور بشكل دي في جزئين نفس الحق اخدها منك بس نسأل الاول الشوت التاني لسه في مشاكل دفاعي في نادي الزمالك وانا مش فارق معا المباراة دي خلاص كده كان الزمالك فعل حسبها من الشوت الاول بس يفرق معايا مطش المريخ المهم جدا يومجر الزمالك عنده فوجة نظري مشكلة في قلب الملعب حديدا والمساحة اللي قدام المدفعين ان لعيبة الارتكاز في نادي الزمالك حتى الان مش قادرة تفوز بالقراط المرتدة من خط الدفاع مش قادرة تتعامل مع القراط دي بافضل شكل ممكن وانا شايف انها مهمة الارتكاز زمالك محتاجين لعيبة الارتكاز بتوع على مستوى التمركز يكونوا افضل على مستوى الالتحامات يكونوا افضل خاصة ان مع وجود سيف جعف راح نتكلم مش ان هو مش افضل لعب على المستوى الدفاع اللعب اللي بيلعب جنبه رقم 6 محتاج يكون عنده مجهود بدني وفير ويقدر ان هو يكون بيتعامل مع الموقف دي بشكل افضل وخط الدفاع الزمالك كمان نحتاج تحسن كبير خلينا نشوف الحالات على طول عشان نشوف ازاي الزمالك عنده مشكلة في عمق دفاعه سواء في خط الدفاع او خط الوسط خلينا نستعرض الحالات بشكل مباشرة على طول ونشوف ازاي الزمالك عنده مشكلة في خط الدفاع هنا نتكلم ان دي كرة مرتدة من لعيبة نادي الزمالك داخل منطقة الجزاء كل اللعبات مش قادرة تتعامل مع الكرة الكرة بتروح من حسن الحظ ان الكرات كلها في نص الملعب بغساط ضليلية محمد صبح الكرة دي هتتكرر معنا كتير بقى كتير على مدار اللقاء مرة تلية الكرة في عمق الدفاع التعامل مش افضل شيء برضو من حسن الحظ ان الكرة في نص جون في ايد محمد صبح نشوف للمرة التالتة نفس اللقطة بتتكرر تقريبا عمق الدفاع لدي الزمالك رغم الكسافة الكيبي همتكلم وسط خمس وست وسبع لعيبة من لدي الزمالك الكرة بتتشاط بالشكل ده نشوف ان الزمالك عنده مشكلة كبيرة في عمق الدفاع هنبنتكلم عن مشكلة في جودة اللعيبة مش في كسافة اللعيبة نشوفنا خمس وست لعيبة من متمركزين ورغم كده لعيبة سموحة كانوا قادرين يتعاملوا مع الكرة ويسددوا الكرة بشكل خطير على نادي الزمالك والدني في حاجة مهمة اوه هتقولها لي عن حسام حسن مهاجم سموحة هنقول اجابة بسيطة كده ليه حسام حسن المهاجم التاريخي لسموحة ورغم كده وليه حسام حسن مش مهاجم النادي الاهلي وما قدرش ينجح في النادي الاهلي لان ده لزيسموحة بتقيس دايما اللاعب بما قدمه انما في الاهلي او الزمالك بيقاس اللاعب بما اهضره بمعنى تاني اللي انت ضيعته هو ده اللي انت بتجيبه ده خلاص نرجع لب الحالات من الاول حسام رقمه ست ومحاولات على الجون منهم اتنين بس بشكل صحيح وحتى الاتنين اللي بشكل صحيح تحس انهم محطوطين في نص الجون رغم انهم فرص يعني دي مثلا بص الكرة دي اه يعني دي لو بلعب في الاقل هتبقى حكاية هتبقى حكاية زي محمد شريف ما بيتدبح هو دي الفكرة ده الجون اللي هو تسبب فيه يمكن ده افضل لعبة ليه في المباراة ولكن هاتلي بقى من اول الفيديو على الكرات اللي كانت في الاقل ودي برضو بتطرح مشكلة مشكلة عند نادي الزمالك بص هنا يعني هو مشكلة للزمالك الدفاعي هاتلي بس اللقطات من اول 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 وطاتين هتبعات اول لقطاتين بسرام عليش هم دول اللي عايزين نتكلم عليهم وخلاص يبقى اول لقطاتين اللي هو قد ديكة الكرات سهلة وده اللي احنا بنبرر به زي ما قلنا كده هو ليه حسام طلع من الاهل اعارة بص الكرة دي الكرة دي ما تتحطش ابدا في نص الجون يعني هو لم كويس وعمل في الصرف كويس وبص الكرة اللي بعدها برضو نفس النظام يعني كل الابشنز المتاحة بص هنا التعامل هيو ده دي الاجابة بتاعت السؤال صح ليه حسام حسن ينفع يلعب في سموحة ونفعش الافلاء صح كده خليفة شرفت ونورت ده أنا اللي شرفت بيك كالعادة ممتعة جد انت وداود يعني حاجة في منطقة روعة شكرا جداود شكرا جزيلا شكرا جزيلا ده كان اختام حلقتنا النهاردة من رقم عشرة يارب تكون استمتعتوا معنا اشوفكم يا رب على البخير